السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اتمنى انك قبل ما تشوف الفيديو ده تكون راجعت الفيديو السابق اللي عملنا كده فيه في ربع ساعة تريبا مراجعة شاملة اللي احنا عملنا ايه وفضل لنا ايه مثلا عشان نخلص المرحلة الاولى من المشروع ده طيب خلينا كده نسترجع برضو تاني احنا المفترض في المينيراج عايدين يساعد المستخدم انه يسأل اسئلة بناء على مستندات هنكون خدناها منه في البداية فاحنا قلنا ان في المرحلة دي بدأنا به الديتا بارسنج اللي شاملت سواء الابلودينج ان انا بقى ابلود مسلا فايل وابدأ ان انا عالج الفايل ده استخرج النص منه ويقسمه لي مجرد تشانكس وبعد ما بقى عندنا تشانكس وحطناه في المونجو داتابيز اصبح دلوقتي عندنا فكرة الانديكسنج زي عايدين نحول دي من مجرد نصوص الى عشان دي نستخدمها ونحطها في نقدر نسيرش فيه كسيمانتك سيرش فدلوقتي جيت دلوقتي انت بقى على مشكلة الانديكسنج فعندك مشكلة ان انت عايز مصدر تتخاطب بيه ال 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 ام طبعا انت ممكن تخاطب ال 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 ام عن طريق مثلا كلاود سيرفز سيرفز موجودة على كلاود زي او كوهير او كلاود او ما الى ذلك فانت عندك دلوقتي السيرفز دي او حتى لوكال بقى لو عندك انت مسطب سيستيم لوكالي بس قبل قد دلوقتي نتكلم ان احنا عندنا سيرفز ما للا ال ال ام هتكون مسؤولة عن حاجتين مسؤولة عن الإمبيدينج الى هو تحويل النصوص الى فيكتورز دي اول مهمة لها وتاني مهمة لها الجينريت بان انا اريد اسألها سؤال ما فترجع لي اجابة ما فدلوقتي انت جيت دلوقتي بتفكر قلت والله انا عايز استخدم مثلا اوبن اي اي فا اوكي اوبن اي جميل جدا وهنا بيجي سؤال هل هتبني مشروعك كل على اوبن اي اي ولا في احتمال انه ممكن بكرة الموضوع ده يتغير بمعنى انك تلاقي بكرة او مثلا في المخطط ان فيه بدائل اخرى لأوبن اي اي ممكن تعمل نفس اللي بتعمله اوبن اي اي مثلا ممكن استخدم كلاود سيرفز زي كوهير او حتى استخدم حاجات لوكالي سيت اوب زي اولاما وبالتالي اصبح عندك انك ممكن نهاردة تصمم حاجة وبكرة تعمل لها بديل ما يعمل نفس الفونكشن بتاعتها ولكن بطلوب مختلف واذا لو تخيلنا ان كل واحد من دول هي عبارة عن كلاس انا حبني فيهمني جدا ان الكلاس دي كلها تبقى شبه بعضيها في اسامي الفونكشنز في الامبوت اللي بتاخده كل فونكشن في الاوتبوت اللي بترجعه كل فونكشن ليه عشان عايز مع اثناء الديفروبينج وده اللي بنقول عليه بقى المشروع يكون عمره طويل ما يجيش بكرة حد ويقول والله انا عايز كمان اصابورت الاولاما فيروح يكتب هو كلاس اولاما من نفسه يكتب اسامي فونكشنز مختلفة يكتب اللي بداشت مختلف نيجي بقى نركبه لاحظ بقى ان احنا اه ايه ده ده اوبن اي اي بيشتغل باسامي فونكشنز علامة بيشتغل بحاجات تانية اللي اسمه علامة اللي انت كتبته او اللي اسمه open i اللي انت كتبته فبالتالي بقى ايه حنجي نعمل في اوجه الكود if condition والله لو الراجل عايز open i فانت حتنادي بالطريقة المختلفة علامة وهكذا ولذلك عايزين حاجة نحل بها المشكلة دي بل مش نحل المشكلة نفرض حل وانك تفرض حل ده من احد الحاجات انك تستخدم حاجة اسمها الانترفيس الانترفيس هي عبارة عن class habini ولكن هو مفيش فيه logic مفيش فيه منطق فيه فقط بس شكل الكلاس عملي ازاي فالانترفيس هي عمارة عن واجهة ولكن لا تحمل اي شي اعتبروا هيكل عربية انا عملت هيكل سيارة ولكن مفيش جوه محرك مفيش فيه جوه اي ممكانات السيارة العادية لكن من برد بان سيارة ليه عشان اقول للناس بصوا ده الهيكل انا عاد اعمله ولكن كل واحد عايز يعمل عربية وتفر ايه اللي جوه بتلادم يتبع نفس الشكل ده ولذلك انا هنخلي كل دول كل مستخدم او كل developer بعد كده هيجي يبني class جديد لازم في الاول implement ده بنسميه implementation implement شكل الانترفيس ده وبالتالي حكبرهم كلهم انهم يمشوا في نفس الطريق فهو تفر بعد كده انا بستخدم ايه انا عارف اثامي functions عارف بتدخل ايه عارف بتلجع ايه وهكذا لكن ده هيقودنا المشكلة تانية دلوقتي المستخدم يعني application هنعمله في البداية configuration اعداد معين يقول والله احنا application بتاعنا هيستخدم علامة هيستخدم cohere ومعلى ذلك طبعا كل واحدة من دول كل provider من دول وانا بستطب ال provider بياخد configuration مختلفة يعني opening eye ده مثلا بياخد configuration معينة كهير بيستخدم configuration معينة علامة ربما يستخدم configuration مختلفة وبالتالي الحل اللي هتلاقي ايه جي في دماغك ان انت هيجي تقول في اول في اول كود خالص ربما في المين فايل انا هعمل اف كونديشن ولو الله ايه لو اليوزر مختار اوبني اي روح اعمل امبورت للكلاس اللي اسمها اوبني اي وديها واحد دين تلاتة لو مستقع عايز كهير روح هاتبقى للكلاس اللي اسمها كهير واعمل اعداد واحد دين تلاتة وهكذا فبلاقي نفسي ان انا اضطر اكتب كود زيادة اصلا عشان بتاع كل واحد هيتم ازاي وده طبعا هي ايه هيشكل مأساة شوية ولذلك هنرجع ليه حاجة ثمها الفاكتوري طبعا الفاكتوري ده مش حاجة في البروغرامي نفسها دي ما يدعى بالدزاين بترن تنتمي لما يدعى بالدزاين بترن الدزاين بترن هي طريقة هنكتب بها لكلاس بشكل معين عشان تحل مشكلة مشهورة في الكود من احد احد دزاين بترنز وهو الفاكتوري الفاكتوري هو كلاس عندي جدا المفترض ان انا بدل ما ادعم الف كونديشن وعيد كونديشن دي في اول الكود انا هنبد اللوجيك ده في كلاس واحد هسميه الالم فاكتوري ومجرد بس ان انا ادي بروفايدر نيم اقول له بص هاتلي كوهير هو حيروح وجوه اللوجيك بتاع ازاي يعد كوهير وازاي يسطب كوهير والكلام ده كله ويرجع لي فبالتالي انا مش هكون مهتم بعد كده في الكود الحاجات دي بتتنادي ازاي انا انادي على الفاكتوري ادي لبروفايدر نيم يديني كلاس جاهز متزبط حسب البروفايدر نيم اللي انا عملته هي دي فكرة الفاكتوري بعد كده اي حد في الكود يبقى محتاج حاجة مجرد ينادي على الفاكتوري المصنع ده يقول له هاتلي كزا هو فيه كله فلوجيك الكريشن بتاع كله هتحط في مكان واحد هنسميه الفاكتوري فده الفكرة الاسسية اللي احنا هنعملها هنعمل انترفيس وهنعمل فاكتوري وهنعمل كل كلاس لوحدهم وفناء الفاكتوري ده المفترض ان هو هيبقى مثلول عن الانشاء بتاع القصة دي عودة للكود بتاعنا انا بدأت ان انا اعمل طبعا تيوتوريال جديد برانش لتيوتوريال جديد وهنا عندنا السورس والسورس احنا كنا حاطين فيه مثلا الكنترولرز حاطين فيه المودلز الاسسيتس والحكذا والراوتس وما الى ذلك دلوقتي انا الفكرة بتاعت ان انا يكون عندي من الحاجة كذا نوع والانواع دي بتامبليمنت نفس الانترفيس وفيه فاكتوري والكلام ده انا هسميها حاجة سماس ماشي فانا هنا هبدأ اكاريت جديد وهسميه ستورز ضمن ستورز طبعا ستورز جوه ايه جوه السورس ضمن ستورز هعمل لكل واحدة من الحاجات دي طبعا دلوقتي انا عندي الالم دي بداية بتتبع طبعا انا اول ما هنشأ اول حقاية من دول احط في الانت فايل وتعالى نبدأ في الالم بتصميم الانترفيس الانترفيس ما هو الكلاس برضو بايثون عادي جدا فانا هسميه الالم انترفيس ضد باي اوكي اذا ما وظيفة الام الانترفيس زي ما قلنا هو عبارة عن كلاس عادي جدا يعني حاجة هنا ببططة جدا واقول له كلاس الالم انترفيس ولكن في البيثون عندي عشان تصميم انترفيس وتزبطه لازم تستخدم مجموعة موديولز من ناتف باكيج هي موجودة في البيثون اسمها اي بي سي فانت بساطة جدا هتقول له فروم اي بي سي ام بورت وحنستخدم حاجتين دلوقتي خلاص اسمه اي بي سي ودكوريتور اسمه ابستراكت مسود لو كنت مش فكر الدكوريتور حنتكلم معه دلوقتي طيب الالم انترفيس نفسه هو نفسه لازم انهارت من ال اي بي سي كده احنا بدانا نستخدم انترفيس طبعا في اكتر من طريقة عشان تصمم بها الانترفيس في البيثون دي طبعا يعني احد الطرق دي طيب اي الفكرة بتاعت الانترفيس قلنا الفكرة بتاعت الانترفيس هو عبارة عن ان انت تكتب شكل ولكن بدون اي من غير اي لوجيك يعني خلينا نقول مسلا ان احنا دلوقتي في الالم بتاعنا المفترض الفانكشن فيه فانكشن دلوقتي احنا قلنا الالم مسؤول عن ان هو يحاول التكست الى فيكتورز و انها دي تكستي دي ني تكست اوكي في اي بروفايدر هتلاقي انه طبعا الموضل اللي بيعمل غير الموضل اللي بيعمل وبالتالي الخلاص بتاعي هيبقى فيه جدء خاص بان انا اصاين ايه هو الموضل اي دي الجنريشن موضل اي دي وايه هو الموضل اي دي فانا هعملتوه فانكشن فانكشن بتسيت الجنريشن موضل وفانكشن بتسيت الموضل فابفتة جدا لو انت جيت تصمم فانكشن عادية جدا وقولت له والله يديفنيشن بهذا الشكل سيت جنريشن موضل والله يو ايه وياد الموضل اي دي بدي الموضل اي دي اسم الموضل اللي هيعمله ست طبعا بما قلنا دي فانكشن ما بتعملش ولدهات الكود بتاعها هيكون عبارة عن كلمة باس شكرا عادي طيب الى الان دي فانكشن شكل بس الاسم بتاعها بتاخد برامتر زي ايه ما بتعملش الواجهة ولكن اي حد هيئنبليمنت ال الام انترفيشن ده يعني اي كلاس تاني هيجي بقى ويقول انا انا شكلي شكل ال 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 انترفيس انا لازم اجبره اصلا يعني اجبره انه ينفذ الفانكشن دي و الا ممكن يتجاهلها عادي وينفذ فانكشن ثانية ولذلك هنستخدم بقى الابستراكت ميسود ما هو الا دي كوريوتور دي كده بتحط اد كده دي كوريوتور دي اسمه دي كور اول ما يتحط فوق اسم الفانكشن بيغير من طبيعتها ابستراكت ميسود دي طريقة بتقول ان الفانكشن دي اي حد حييجي ينفذ لا بد ينفذ ابستراكت ميسود لو ما نفذاش يحصل ايرور وبالتالي كده اجبرت اي حد بعدي انه لازم يكون عنده فانكشن اسمها نفس الكلام تعالى بقى ننفذ بقية الفانكشن هيبقى عندي برضو فانكشن تانية اسمها بتاخد برضو الموضل اي دي وتحط هي وبالتالي هي برضو ابستراكت كذلك هيبقى عندي فانكشن اسمها ايه جينريت تيكست هعمل ابستراكت ميسود وهنفذ فانكشن اسمها جينريت تيكست طيب جينريت تيكست برضو تاخد السلف كاي حاجة تانية المفترض ان انا طبعا اي انترفيس ما بيطلعش كده من باب للطاقة الانترفيس غالبا بيبدأ بان انت مثلا ممكن تبدأ مثلا بالاوبني اي كلاس وتبدأ على ورا وقلم تزبط وايه الفانكشن اللي ممكن تاخدها مثلا في اوبن اي اي بعدين تقول والله طب انا لو هعمل كوهير ايه من الفانكشن دي في اوبن اي اي نفس اللي هستخدمها اوبن اي اي كلاس هستخدمها برضو في كوهير فتبدأ تلاقي ان انت ممكن كوهير يبقى فيه مثلا فانكشن تجينريت تيكست مثلا فيها برامتر شوية مختلفة فلازم تضمنها يعني تقول اه عشان توحد الحاجة هتقول لها فرطة برضو هياخد برامتر زيادة بس هو في حالة اوبن اي مثلا هيبقى وانا منكم ما استخدموش وما لذلك وتبدأ ان انت يعني بورا وقلم تفضل تفكر تفكر لحد ما توصل لشكل موحد الانترفيس فده ما بيجيش من اول من فرستي جلانس او من اول وهلة لا ده بيجي بتفكير فلانا مثلا بكتبه معك دلوقتي ده جاء بعد ما انا فكرت كذا مرة عشان اوصل لهذه الفكرة بس اللي انا عايزك تعليمه دلوقتي ان احنا زي نعمل ترفيزه زي بلمنتو ما لذلك طيب بتاخد كذا برامتر يعني والله بتاخد نفسه التكست اللي داخل ده احنا نتفع ان احنا هنسميه برومبت برومبت يعني التكست اللي انت بعته لللل ام عشان يحصل عليه اي نوع من العمليات كبرومبت ماشي دايما فيه بتحطه دايما لما بتسأل الى الام ان انت تحدد والله يعني رجع لي رجع لي بس ما يزيدش عن كذا حرف او عن كذا توكن سوري ماكس اوتبوت توكن ويه حاجة اسمها والتيمبريتشر دي فكرتها ان انت بتحدد رقم مسلا ما بين زيرو واحد او ما بين زيرو واثنين حسب كل كل الرقم ده ما اقترب الى زيرو هو مش هيبقى عنده يعني مش هيحاولي اقلف كتير ايو عنده الابداع او جدء كرياتيفتي قليل ماشي فلما بتحتاج منه يطلع لك فاكت او معلومة واضحة بتخلي الرقم قريب من الزيرو لما بيكون قريب من الحد الاقصى سواء واحد او اتنين ده بقوله لا اقلف جينريت فده مثلا في الحاجات اللي فيها بتقوله اا مقلف لي قطعة نصية عن كذا اقلف قطعة عن في الشعر وما لذلك فبتحاول تخلي كرياتيفتي عنده عليه فانا هسمي هو فلوت انه بياخد رقم عشري بعد الشكل طيب بيعمل ايه بتاع ده لا بيعملش حاجة دلوقتي بص عادي جدا طيب دايما عندي جينريت تيكست عندي الامب تيكست ان انا بقى ادي نص فيطلع لي ايه يطلع عليه فيكتور فانا ببساطة جدا هعمل فانكشن برضو هسميها امب تيكست بتاخد التكست بس ناشي وبتاخد حاجة اسمها دوكومنت تايب ده دلوقتي اغلب البروفايدر يعني ده ممكن ما يستخدموش مع حاجات معينة بس اغلب البروفايدر دلوقتي لو انت بتقوله النص اللي جايلك ده قطعة نصية هيعمله امبيدنج بطريقة ولو انت قلت له ده سؤال من اليوزر ده سيرش كويري سيرش او كويري بحط اعتبار القصة دي فيصبح ليه وليه القصة دي لان غالبا انت لما بتعمل بتحول تيكست وعبارة عن قطعة نصية بيكون حاجة مكبيرة كلام كتير سطور كتيرة ممكن يكون دوكومنت كاملة وانت بتحولها فيكتور غير لما يكون سؤال من اليوزر سؤال من اليوزر بوليه صغة استفهمية بيكون قصير كله على بعض خمس ست كلمات وما الى ذلك فبالتالي طبيعة النص هنا غير طبيعة النص هنا فهم بدوا يعملوا اعتبارية للقصة دي فممكن يطلب منك يقولك هو ايه الدوكومنت دي انت عايز تغير هل هو دوكومنت كبير ولا كويري من اليوزر ده بيقولك انه بيحسن من جودة الفيكتورز اللي بتطلعه فان بالتكست بتاخد التكست ويه الدوكومنت تايب ويه اخيرا هيكون عندي فونكشن اسمها كونستركت برومبت البرومبت اللي جاي من هنا ماشي لازم يحصل عليه عملية ما عشان يتحول ليه فورمات معين حسب ال 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 ام بروفايدر فال ال ال ام بروفايدر بيمانيز ما بين البرومبت ده بشكل ما هل هو جاي من اليوزر هل هو سيستم ميسج هل هو جاي من الاسيستنت نفسه لو انت بتبني الحكاية دي حنشوف ها وده بس انا عملت فانكشن دلوقتي ان البرومبت اللي بيجي في جديد ميسج هيعدي في الاول على حاجة تعمل عليه عدد من العمليات تعيد صياغته قبل ما ترجع يستخدمه او سواء في ال ام بي تكست فانا عملت فانكشن اسمها كونستركت برومبت طيب اذا اللي قدامنا ده عبارة عن ايه ده بقى الانترفيس وهو عبارة عن مجموعة من الفانكشنز لها شكل لكن ليس لها ما لهاش لوجيك. طيب بعد كده غالبا جنب اي انترفيس كده ممكن نحط بنحط فيه كونستانس. فانا هعمل هنا هسميه هعمل كده اللم انترفيس دوت باي. وغالبا بحط فيه كده طبعا عشان بستخدم انترفيس فحبدأ فروم اي نام ام بورت اي نام لما عملنا في اي انترفيس. قلنا الانترفيس ده مكان بخدم فيه كل كونستانس اللي عندي في السيستم. فغالبا هنا هعمل كلاس هسميه اللم انترفيس. ماشي. واحط فيه كل البروفايدر اللي انا دلوقتي بصبرتها يعني كل ما زود بروفايدر حاجة هنا وزود كونستانس باسم البروفايدر. فعندي بروفايدر اولي انا هنا مستهدف في الخطة دي ان انا يكون عندي تو بروفايدر دلوقتي وكوهير. فانا حاجة هنا اقول والله هو اي. 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 اي وكوهير اللي هو اي. انا دلوقتي عندي اي اي. اول طيب. ده مجرد بس سيتنجز. تعال بعد كده نيجي على. عملنا الانترفيس عملنا تعالى بقى نبدأ نعمل اول فأنا هنا حاجة في ال 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 ام وهعمل وحاسميه وحاسميه وجواحها على كارية الانت ايه الانت فايل دايما تعودنا طيب تعالى نبدأ بقى باول اللي هو ايه هاسميه طبعا هنا لدي اصلا لايبر اسمها او لايبر اسمها كوهير فيفضل في اسم انك تزود كلمة اضافية عشان الناس ما تطلخبطش فأنا هنا انا حسميه يعني حاجة هنا وهكارية جوة البروفايدر وحسميه بس هزود كلمة بروفايدر عشان اميزه عن الباكج اللي انا اصلا هعملها انستول طبعا بالنسبة الباكج اللي اعملها انستول فانا احتاج ان انا هروح على و ازود عندي هنا باخر عندي موجودة دلوقتي حاليا. جميع جدا. تعال بقى نرجع لابن اي اي بروفايدر. فطبعا احنا اتفقنا. نليه عملنا الانترفيس عشان نيجي على كل بروفايدر نقول له على فكرة مطلوب منك انك تكون تتبع نفس الانترفيس ده. فتعال هنا هقول له طبعا انا هنا جوه مين جوه البروفايدر بس انا محتاج ارجع خطوة كمان لالالالالام عشان اتجيب الانترفيس. فعادي جدا ممكن اقول له دوت دوت. اوكي. والالالام انترفيس. مين بقى ايه? بالشكل ده انا انا جبت معايا الانترفيس. ماشي. وطبعا من الاوبن اي اي نفسيها من الباكيج اللي احنا هنعملها بالفعل في الريقوالمنتس هنقول ايه موديول اللي انا طريبا حب نعليه كل الشغل بتاعي. فدي جاي من الباكيج اللي انا لسه عملها ايه هنا. وتعالى هنعرف كلاس. وحنسلميه بنفس اسم الفايل ده. او بنقعي بروفايدر. ايه? ولكن الجديد هنا ان انا بقول له اتبع مين? اتبع الانترفيس. طبعا هي بشكل يعني هتلاقي في لغات تانية بيفرق ما بين الانترفيس يعني في ساعة الانترفيس بقول انت مش بتورسه لانه ما فيش فيه لوجيك اصلا. لا انت بتحاول تطبق القواعد بتاعته. بس هنا اللي هيفرق بس ان كلمة ابستراكت مثل دي بتفرض عليه ان هو ايه? يمشي حسب الرول دي. طيب الانتفانكشن بتبع مختلفة. ماشي? يعني كل واحد هياخد الانتفانكشن بتاعته. هي الفكرة فيما بعد الانتفانكشن. فتعالا نبدأ بس بالانتفانكشن بتاعت الابني اي بروفايدر. فانا هعمل كده او الكنستراكتور يعني. ديفاين انت. وهي حاليا ايه بس طيب. طيب هنا بقى بديم ده فكر. اوبني اي ده عشان يقوم محتاج ايه? اوبني اي اتليست محتاج اي باي كاي. الكاي اللي انت هتجنريته من الابني اي بروفايدر عشان تبدأ تستخدمه. انا حاجة هنا بقول له طيب اوكي واول حاجة هتاخد الابي اي كاي وده من نوع سترينج. اوبني اي فيها ميذة لسيزة جدا ان انت ممكن تستخدم الاوبني اي باكيج بس عشان تتواصل مع بروفايدر تاني. ففي بروفايدر زي انسكيل او اولاما بقولك انا ممكن تستخدم معايا نفس الاوبني اي بس اللي هيفرق وانت بتديني كاي تددي اوبني اي كاي ادي حاجة كمان اسمها يواريل. ده بقى هيحول الريكوستات بدت ما تروح على اوبني اي. الشركة نفسية بقى البروفايدر الاساسي. لا يروح مثلا على اولاما. اقول له لا اروح على اولاما. وهو هناك اولاما مستعد يتعامل بنفس طريقتك. فدي ميزة جميلة جدا في استخدام الاوبني اي ان فيه كتير جدا بيصبرته نفس الفورمات بتاع اوبني اي. فلذلك انا هحط ابي اي اي ور ايل. بس طبعا لانه ممكن يكون موجود او لا. فحخلي بس هخلي بتاعه ايه بنم. بعدين حبدأ احط عدد من البرامترز الايه المهمة. دلوقتي انا عندي هحط ثلاثة ارجومنتز ديها ده. واحد اللي هو الاساسي معايا. وهو بيحدد الماكسيمام كاراكترز لأي اي امبوت. ودي بقت مهمة جدا دلوقتي. ليه? دلوقتي بقى عندي بتدعم الحد مية تمانية وعشرين الف توكن مسلا. طبعا مية تمانية وعشرين الف توكن دول كتير جدا. انا كنا متعودين اربعة تلاف تمنتلاف الحاجات دي. المية تمانية وعشرين الف توكن ده ميدة حلوة. ولكن فيها خطورة عالية. انك ممكن انت بشوية اخد بالك في الكود. ما عملتش على الامبوت اللي رايح للموضل. فروحت فجأة بدل ما تبعت له تشانك صغيرة روحت تبعت له الدوكمنت كلها. لسبب ما? وهنا عادي جدا ما هيخدو. اذا الدوكمنت ده مية الف حرف مش مشكلة. خدو. تبصت لعنفتك فريكوست واحد صرفت كل البودجت بتاعتك. وهو التوكن بفلوس. فلذلك كاحتياطة احنا هنقول في انبوت ماكس كاركتر لنس. الانبوت الفروض ما يزيدش عن كده. فباي دي فولت انا حطيته بالف. لكن انت ممكن تغيره. بس قاتل ديست حطيت خط امان عشان امنع الاخطاء اللي بالنوع ده. والاخطاء اللي بالنوع دي ايه ما ضيعت مشاريع فداية. بتران بتشوف على شوية فايلات وبش عارفة هوب بتلاقي نفسك البودجت في مية دولار راح وعلى شوية بتشات ايه ده? ده نغلط. وكود ببعت كبيرة جدا. فانا هحط حاجة اسمها وحطت لها به فاليو دي. طيب تاني حاجة الاوتبوت. بارد ونفس الفكرة الاوتبوت ده بفلوس. لازم يكون في ديفولت كده رقم ديفولت لو لوزر ما تدنيش انا باي ديفولت بقول والله انا المفترض الاوتبوت توكن ما تزيدش مسلا عن الف. فانا عندي عمل ديفولت جينيريشن ماكس اوتبوت توكن المفترض ما تزيدش عن كده. ناشي. فاكر التيمبريتشر انا هحط ديفولت تيمبريتشر والله هو لو الراجل ما تدنيش التيمبريتشر ده انا باي ديفولت احطه بالرقم ايه فلان. فانا هحط برضو. عندي ديفولت جينيريشن تيمبريتشر ويحطه مثلا ببوينت وان مثلا ولا حاجة. حاجة ضئيلة جدا. اذا دي ده شكل لحد دلوقتي. عشان بس البتاعة ده اللي مدهئنا. ماشي. ده بالشكل ده. انا باخد عشان باخد وده ديفولت عشان لو حصل ان انا بتعامل مع مزود خدمة تاني بس من خلال وعندي شوية باخدهم معي في الاعتبار. طيب تعالى بقى طبعا كل دول كده. دي كلها هنحطها جوه سيلف عشان ايه هنستخدمه مكيد على طول. فانا بساطة جدا بقول له مثلا يعني ايه? اقول له والله اي بي اي كي حطها جوه سيلف اي بي اي كي. بهذا الشكل. بهذا الشكل. وهكذا على بقية التاع. يعني اقول له برضو ال اي بي اي اي ار ايل. حطها جوه سيلف اي بي اي اي ار ايل. وهكذا في الباقي اقول له والله الديفولت ماكس. امبوت ماكس كاراكترز. برضو حطها في سيلف الديفولت ماكس. او بتوكين. وحطها برضو سيلف. وهكذا برضو ايه ايه ال جينيريشن. قرأتر. فده اول حاجة انا عملتها. بعدين تعال بقى ايه? ندخل بقى في التفاصيل الايه? الضمنية. دلوقتي الى اللي نعمدة الاوبن count هستخدمه لتسكين اثاليتين حدا الان. بتعمل ايمبيدنج وتسك بتعمل جينيريشن. الامبادنج لو رحت فتحت مثلا اوبني اي و سجلت عضية و رحت على فبتلاقي باب و يبدأ يتكلم لك على وما الى ذلك و هتلاقي صفحة عندك اسمها مودلز و دي كل المودل مثلا اللي بيدعمها ايه اوبني اي الان فهتلاحظ ان انا عندي في مودلز خاصة بالتكست جينيريشن و في مودلز كمان خاصة بالامبادنج فاذا ده الاي دي ده المودل اي دي اللي احنا متكلم عليه او ده ده مثلا بتاع الامبادنج او مثلا هنستخدم ده للجينيريشن وهكذا. حالة الجينيريشن انت بتوقع محتاج مثلا بس على الاقل المودل اي دي. ماشي? في حالة الامبادنج كل واحد من التكست امبادنج اللي هم مثلون عن تحويل التكست الى مجموعة امبادنج او ارقام بيبقى معا حاجة اسمها الديمينشن او السايز. الفيكتور سايز او الامبادنج سايز او الامبادنج دايمينشن كلها تؤدي الى نفس المعنى. ولذلك احنا محتاجين مع الابني اي محتاجين اتليست الجينيريشن مودل اي دي. بس باي ديفولت هنحطه بنعم لسا ما نعرفش ايه القيمة بتاعته. كذلك زي ما عايزين المودل اي دي بتاع الجينيريشن عايزين كمان المودل اي دي بتاع الامبادنج فهنعمل برضو باليو ونسميه امبادنج مودل اي دي. بس في المودل اي دي احنا عايزين نسايف معلومتين. المودل اي دي وكمان ايه الديمينشن بتاعته. طب ليه محتاج الديمينشن ما هي اوبني اي عارفة. لا انا محتاج الديمينشن لان انا بعد كده لما هروح لي ان انا اخزن في الفكتور ديتابيز غالبا في الفكتور ديتابيز بيطلب مني الديمينشن لديم يكون عارفه قبل ما يبدأ يخزن ده بيساعده ان يبني يعني يندكس بشكل افضل يعني فلذلك زي ما اخدت الامبيدنج مودل اي دي هاخد كمان حاجة اسمها الامبيدنج ايه الامبيدنج سايز فدول ايه ده جنشا مودل اي دي ماشي ودول الامبيدنج كمودل اي دي و سايز طيب بعدين دلوقتي انا بتعامل مع اوبن اي اي فالك عشان تعامل اوبن اي انت بتعرف لكلينت ماشي فبساطة جدا بتعمل ايه هاقوله والله لو جينا بصنا على الديكمنتيشن بتاعة اوبن اي اي وروحنا مثلا على كوكستارت فابقول لك بصلا شغال ببايسون ويبيديك شوية تعليمات وبعدين بقول لك والله يا عايز تتواصل مع اوبن اي هتعرف في الاول كلاينت وتحط الموديول بتاع اوبن اي اي وهكذا طبعا هو كده بيروح يبدأ يسيرش في السيستم عندك على الحق على اسمه اوبن اي اي كي وبقول لك حط في السيستم عندك حاجة اسمها اوبن اي 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 كي وعشان انا اوتوماتيك اللي حسيرش عليه وابدأ اي اي ادور عليه احنا مش هنعمل بطريقة دي احنا عادين نحط الاوبن اي اي كي ديريكتلي في الموديول ده وكذلك الاي بي اي 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 ار ال لو كان موجود وببساطة جدا انا اعرف فاريابول اسميه كلاينت برضو واقول له الله هو بيساوي الاوبن اي اي موديول ويخدم عندك الاي بي اي كي اكوال مين اكوال السيلف اي بي اي كي للراجل من دولة وكذلك الاي بي اي يو ار ال اكوال السيلف اي بي اي يو ار ال طبعا هو لو بران هياخده مش ايه مش هيهتم بي عشان كده هنعطينا الايه الفاليو الديفولت بران اخر حاجة انا بحب اعملها انه اه اثناء وانا بعمل ممكن اجي في لحظة محتاج اطلع لوج ماسج نقولنا لوج ماسج تكلمنا عنها بلا كده بتطلع في حاجة اسمها لوجز لما بتروح لو انت عامل لوجز بتاعتك كويس جدا هيعرف الانفراستراكشور او البيئة اللي انت حط فيها بتاعتك تجمع منك لوجز عن حالة لوجز ومشاكل اللي حصلت ايه اللي حصلت وده هيساعد ان بتاعتك يكون نقدر نعمله او مراقبة بشكل كويس عشان اعمل اللوجينج ببساطة جدا جدا انا بعمل وبعدين بعرف حاجة اسمها اللوجر ده بقى هو التول اللي حستخدمها عشان اطلع كل شوية طبعا لو بتعمل جوا كلاس فطبعا هيكون خاص بالابجيكت اللي انت بتعمله فبنعملها بالشكل ازاي بنقول له انا اعرف يعني فاريابل عندي اسمه لوجر واقول له والله ده عبارة عن لوجينج لوجر جيت لوجر وبديه النيم بتاع الفايل اللي انه وقف عليه دلوقتي هو طبعا اللوجر ده لازم ياخد نيم فياخد نيم مين ياخد نيم ايه الفايل اللي انه وقف عليه ده عشان يبدأ يلوج عليه بس مش اكتر من كده كده عندي لوجر ممكن في اي لحظة عايز اطبع مساج معينة اقول فيه مشكلة حاضرت او كده استخدم اللوجر عشان اطبع الرسالة دي بشكل افضل بكتير اوكي كده احنا عرفنا الانت وهو اللي كان عبارة عن ان انا خدت بس اللي جاتني في الارجومنس حطتها في وضبطت شوية حاجات خاصة بالاوبني اي وعندي كلينت دلوقتي عامل كوننكت على اوبني اي وعندي لوجر بساعدني في ان انا اطلع طبعا الانت قلنا كل واحد حر يعرف الانت بتاعته لكن بعد كده لا اكتب افانشن زي ما انت عايز بتقات ليست لازم يكون فيها ايه الفانشن كلها اللي معمول لها ابستراكتي يعني تعالى نبدأ بالست جنريشن موضل وهنا بقى الفكرة في الانترفيس الديفولوبر اللي حاجي ديزاين لادم دايما يبصر الانترفيس وهو بيدزاين فبالتالي اكبره انه يمارس او يديزاين حاجة انا متوقحة بالفعل يعني هنيجي على الديفست جنريشن موضل ناخدها دي ما هي كده كوبي بيست اوكي بس المفترض بدل بس دي نعمل ايه بالفعل بدل البس نكتب بقى اللوجيك سيد جنريشن موضل حاليا هي لا تفعل شيء غير انها بتاخد الموضل اي دي وتحطه فين وتحطه جوه السيلف جنريشن موضل اي دي فسيلف جنريشن موضل اي دي اكوال الموضل اي دي اللي جايني جوه الفانشن طيب هنا واحد بايقول ايه طب ما احنا كنا خدنا جنريشن موضل اي دي ده وحطناه كارجومنت هنا ولا حاجة وجينا والله هنا قلنا سيلف جنريشن موضل اي دي اكوال كذا ولا حاجة مش كان ممكن كده وخلاص ليه عملنا لها فانشن لوحدها اللي انت هتعملته كده لو انت حطته في الانت جود بس خد بالك من حاجة اللي اوبي نواي ده يوم هنكريته هنعمله كريشن هنعمله كريشن في بداية البرنامج خلاص في بداية اللي هو غالبا فين في المين دوت باي هنيجي هنا في المين دوت باي في الستارتاب ونعرف او نعرف بقى اللي احنا عايدينه وبالتالي جنريشن موضل اي دي لو تحطت في الانت معدك ان هي ايه هتبقى موجودة في الانت وخلاص في اول احنا اتفقنا عن استخدم جنريشن موضل فلاني خلاص هنثبت عليه طول ما لكن ماذا لو انا بعد كده متعرض لي ان في بعض التاسكات والابليكيشن بيران هتستخدم جنريشن موضل فلاني بس في تاسكات تانية لح ممكن تستخدم جنريشن موضل تاني اذا الجنريشن موضل ممكن يتغير حسب هو في الريكوست وده اللي احنا بتسميه run time يعني والapplication شغال لما تسمع كلمة تقولك اعمل التغيير ده في run time يعني والapplication شغال ممكن ان انا اريد وعيد ضبط الاعدادات ولذلك لو انا حطيتها في الانت فهي يتم ضبطها مرة واحدة لكن مش هتتغير مش هعرف اغيرها في run time لان تغييرها معناه ان انا بقى اشيل الابجيك ده وحط اوبجيك مكانه وهو اصلا بتعرف مرة واحدة جوه مين جوه المين لذلك الفكرة اللتيذة دي وبساطة جدا ان انت حط function والfunction دي ممكن عادي جدا هو انت هتتعرف الابجيك لكن ممكن كل شوية تنادي على يغير لك واتكمل شغلك يبقى في الاول بس نادي على يتغير وبعدين وهكذا الفكرة دي بتخلي ان انا ممكن اغير فانت لو فيه اي من دول ممكن يتغير لحسب الريكوست اعمل له set function وحطه به طيب تعالى بقى نعم برضو set embedding model id وطبعا اكيد هتاخد set model id equal model id طبعا هتلاحظ هنا نحن نسينا في الانترفيس انه برضو model id بياخد model id وكمان بياخد model size اللي ايه الامبادنج size فاحنا هنيجي هنا ونقول له embedding size integer برضو وحنيجي هنا في open ai ونقول له والله برضو دايما بتاخد المودر id خد كمان الامبادنج size وبالتالي هنا هنقول بقى self embedding size هيكون equal الامبادنج size فكده ايه الدنيا مشيت كويس ان شاء الله الفنكشن بعد كده في الابستراكت اللي هي generate text فانا هناخد generate text دايما هو كده تاب الباص بتقعد دلوقتي بس عشان ما يعملش اي errors وتعالى بقى ايه نتكلم هنا في generate text نفترض بدي text يرجع لي generation بتاعه ماذا لو افترضنا انه الopen ai دي ما بتعملش generation بتعمل بس embedding مثلا بس انا في lm مضطر اننا ادي هالوجيك اوكي فالحل النايف او الساذج انه خلص هاخدها كده دايما هي كده وحادحك عليه واخدها بالباص ما بتعملش هاجي بس دا هيعمل ايه ان اي حد هينادي يعني لو عرف object من open ai ونادي على function دي اوه ما بتعملش logic generation مثلا في open ai دا افترضنا دلوقتي هيباص هيعدي وبالتالي مثلا هي return num كلمة يعدي وكده دا ممكن نعتبره code smell لما تسمع كلمة code smell smell يعني شقر رائحته كريهة code smell يعني حاجة مشية شغالة عايشة في المجال ولكن انت لما تبص على كده حاسس انها تعمل مشكلة بعدين فده احد كلمة code smell عندما تسمعها فهنا انا مش عايز وعدي لأ انا عايز انا انبه ان انت نديت على function ان والله احطتها عشان انت فرضها علي ولكن على فكرة والله ينفاش بالlimination فلازم اوقف عند حد ولذلك لو افترضنا ان جيد تكس دلوقتي احنا مش هنعمل لها code فممكن نستخدم ان احنا rise rise كده معناه ان انا اكبر بايسون انه يطلع حاجة في وش المستخدم غلابا بيرايز error يعني وطب ايه الرر ده قال لك ان فيه انواع لل errors في طبعا في بايسون او غير في انواع لل errors فبقول لك اختار نوع الرر اصلا يعني ده نيتب في بايسون حاجة اسمها not implemented error هطلع له error اقول له على فكرة function دي not implemented ملهاش للوجيك عندي فاخد بالك انا بس هططها عشان انترفيس فريضها علي مش اكتر فبالشكل ده انا ممكن استخدم function ولكن برضو اضمن ان اللي استخدم ها ياخد error انه مش مش شغالة فيبدأ بقى يعرف ان في حاجة هنا ايه لازم يتصرف فيها لنفوض مثلا لما يستخدم open AI ما يستخدم ش مثلا ولا ذلك ماشي طيب خلينا دلوقتي حنرجع لل تاني وخلينا نعمل ال احنا قلنا بناخد تيكست وبناخد ايه الدوكومنت طيب ففي البداية لما بتتعامل مع cert party كلمة cert party يعني في شريك قاعد في حط على جنب provider تمي provider تمي حاجة بفتعم مع جهة خارجية عمال تتكلم معها خد دي وود دي غالبا انت دايما مش متحكم في التصرف بتاعه يعني ممكن يفجأك بحاجات كترة جدا انت بتعمل حاجة ممكن رجعلك او تبتغير اللي انت مطاقر ولذلك دايما لما تتعامل مع ابي اي دا او دا خلي في جزء عالي يعني انت تتأكد من كل حاجة قبل ما تستخدم ده حيضمن لك ان انت على الاقل تخفف من وطئة المشاكل او كلمة يعني تخفف من حدة الحاجة مش مثلا بقى افرض قبل ما استخدم الامبيدنج دا اطلا لما جاي يعرف فوق ان اي مرضيش يعرف اطلا وراح رجع له نام فلذلك ممكن ناجي هنا وقول اطلا ب اطلا هنا هنا طيب انا حاريترنا خلص لو في مشكلة خلص حاريترنا مش هكمل بقية الفونكشن لكن ممكن اطلع حاجة مات اثنين يما ارائز ارور كامل ماشي واعمل هنا ارائز وممكن اتخدم حاجة اسمها فاليو ارور وفي ارور دي ممكن اكتب له رسالة يعني اقول له ايه والله في مشكلة واحدين ثلاثة او ممكن اقول لا انا مش هريز ارور عشان ارور ده هيعمل هيكثر القادة ممكن لا انا بس هطلع وقول والله في خد بالك ان في مشكلة في بتاع فلذلك انا ممكن اعمل ممكن استخدم ده اللي احنا قلنا بقى هنستخدمه عشان نطلع رسالة المسج ودوت بقى هو ايه نوع المسج اللي انت عايز تبعت انت تستخدم انفو مسج دي مسج معناها انها بس مجرد بديك معلومة او انا بحذرك انه ممكن يحصل المشكلة في المستابل او ارور لا في ارور بقى دلوقت هنا وفي ارور بتدي بال الرسالة اللي انت عايز تعمل فبقول مثلا في مشكلة معنا او انا هغير ايه 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 وز ناط ست وتعال انا اثل العاجة تانية طيب قبل ما استخدم الامبيد تاكست عايز اتأكد ان الامبيد موضل ايدي موجود فلذلك حاجة اقول ايه ناط سلف ضد امبيد موضل ايدي لو هو ناط ناط اه يبقى في عندي مشكلة هنا نفس الفكرة هنا بس هقول امبيد موضل فر او اي وز ناط ست اعملت واشتغلت كده انا وصلت ان ايه ان في مرحلة خلص الدنيا حلوة عايت بقى اعمل امبيد للداتا دي اعمل ها ازاي حاجة اعرف هنا مثلا حاجة اسمها اكوال ونادع على بتاع او وهو بيد ديني بقول لي في حاجة اسمها هتنادي على موضول اسمه امبيد ودول لدوت كريات او كريات ده بياخد حاجة مين الموضل اللي انت عايز تستخدمه فهو بيدقول لي املي ارجو موضل مين الموضل انا عايز تخدمه اللي هو المحضوط في اسم الموضل اللي انا عايز تخدمه وبعين بقول لي ولاجم تديني النص اللي انت عايز تعمله تحوله الفكتور فكيد ده النص لما بنادي على لو رجعنا اعطني الدوكومنت وروحنا على فأقول لي انت بتنادي بالشكل ده وتديني اسم الموضل وبعدين بيرجعلك اوبجيكت بهذا الشكل الابجيكت ده لدي يكون في . data و data دي of zero فيها embeddings والإمبيدنج ده هو ده اللي انت عايز هو ده تحويل النص ده لمجموعة ارقام اللي انا عايز اوصل لها فانا دلوقتي ما ممكن الريسبونت ده لو في error يرجع الري فانا عايز اتأكد ان الريسبونت ده مش بنان انه بالفعل في data ومش بنان انها بالفعل اللي انت بتاع حابوها اكبر من الزيرو فيها واني فيها embedding فلذلك انا اعمل cam validation او اي واحد فيهم في مشكلة يطلع ال error واللي والله انا مش قادر اعمل لذلك حابده اقول لو not response لو response ضب none or ان data response of data بنان برضو if not response dot data or ان الريمس بتاع response of data هاي الرائي بس هي بزيرو ما فاقول او الريمس بتاع response of data equal zero or ان بالفعل مثلا اه لا فيها قيام بس dot embedding db none لو اي واحدة من الحاجات دي تحققت المفترض اعمل اعمل المفترض استخدم login logger error self logger error وضع رسالة في logs اقول والله error while embedding text with open ai وطبعا return min return non اوقف share العملية طب لو validation عد بسلام ولا حاجة من المشاكل دي حصلت return mين return ال embedding اللي هو موجود فين اللي هو موجود في response dot data of zero of embedding زي ما هو طبعا ايلي في documentation انا مش ايه يعني مش جايب حاجة من عندي ببص في documentation واشتغل بناء عليها فهتلاحظ انه كالوجيك كالوجيك هو التالي من ده اللوجيك انا يعني يبقى عندي مدول من open ai اعرف منه client بعد ما ادي k بتاعي و url بتاعي لو موجود يعني ولو محتاج embedding انادي على السطرين دول ادي المودل id اللي انا عايز اعمل به embedding والtext اللي انا عايز اعمله embedding ودي ال embedding بيكون عندي خد بالك ان انت بتستخدم في open ai provider ما فيش سجل كبير احنا بس بنكتب الحاجات الزيادية عشان نظبط شكل class لذلك لما مثلا تستخدم open ai وتجي تستخدمه من خلال language chain او من خلال lama index او من خلال وسيط يعني انا بحس ان انت بتحط layer طبقة فوق الطبقة اصلا وبالتالي بتكلف الامر وبالتالي computation resource اعلى جهد اعلى لل application فالحاجات اللي ممكن تستخدمها direct ما فيش اختراعات كتير استخدمها direct بلاش تستخدم فوقها layer تستخدم long chain عشان تستخدم open ai embedding طبعا تستخدم open ai direct يعني دائم الحاجات اللي هي بتبوض applications قادر استخدم الحاجة ما فيش معوقات فيها فده بالنسبة ل embed text نرجع لمين نرجع ل generate text طيب في generate text هنعمل نفس اللي احنا عملنا هنا في البداية هنسأل نول والله لو ما فيش client قول والله open ai client was not set طيب ايه تاني حاجة ان انت تسأل تقول له if not ان الراجل ما حطش self generation model id generation model id يبقى المفترض ان انا هتطلع له رسالة قوله generation model for opening i would not ما فيش عندي generation model id ماشي طيب دلوقتي هو عادي جدا developer وهو بينادع على generate text ما يحطش max output token ولا يحط temperature هو يعتمد على ان default اللي احنا حطناهم فوق هم اللي يشتغلوا فلذلك دي من الحاجات اللي في الانترفيس ممكن تعملها بس في لغات تانية مش هاسمحلك ابدا تعملها ان انت يعني في الانترفيس عندك الماكس هو mandatory لازم يتاخد بينما انت ممكن تيجي وانت بت تقوله لا والله هو ممكن عادي جدا ياخد تحط ل default ف دي يعني ممكن ايه ممكن ايه تحصل طيب فانا هعمل ايه هقول غص الماكس او بت توق ده لو قوله هو بيساوي الماكس اوت بالتوكن اللي جاي في الارجوم من فوق if ان هو بالفعل في value يعني كان انا بقول is not none يعني is not none ماشي else من يبقى اخد default تحط مكانا انا في حالة ان هو not none الفاليو اللي جاياني هنا خلاص هاخدها else هاخد مين هاخد اللي جاياني في default طبعا اذ not none هنا تكلف انت برد بس تقول ايه كذا خلاص هاخد يشوف ان هو في قيمة مش بنام فلو كده خد else خد مين خد اللي فوق نفس الكلام هنعمله مع temperature لو هي بالفعل فيها قيمة else لا يبقى خد مين خد default generation temperature بهذا الشكل فكده بنخلي الدنيا dynamic احسن بيجي عندك هنا انه عادي جدا انت بتصمم الانترفيس للمرة الاولى اوكي بنان بعد ما خطط وضبط وبتيجي تبدأ تطبقه على اول provider عندك عادي جدا انه مع اول provider بيحصل تلاقي برضو اذا لا سنة دان مفروض ال function دي البرامتر بتاعت تققى مختلف شوية اذا دا المفترض انه ازود حاجة اضافية وما الى ذلك فعادي جدا انه اثناء تصميم اول provider برضو اي implement اول interface انه تلاقي في محتاجة الصباح دا عادي في الاول لكن مينفعش يعني المفترض مع الوقت يقل التغيير على interface لانه بعد كده اي تغيير interface هروح على كل اللي عمل و لازم اغير معهم فكده مينفعش فلذلك التصميم الانترفيس في البداية لازم يتم بشوية عناية ليه بقول الكلام ده لانه لو مثلا جينا نبص في open eye و جينا مثلا في text generation وهنتكلم على chat completion اللي هو المود بتاع انه انا بتدير رسالة وبيرك انه بتكلم عا في chat هو بقول لك انه لما بتيجي تcreate عشان تدير رسالة ويرد عليك هو بياخد list of messages list of messages دي فاخر رسالة هي رسالة اليوزر الجديدة وما قبل ذلك ده history بتاعه كمان في حاجة في history ده الهيستر ده ليس بس مجرد الرسائل اللي تمت ما بين اليوزر والassistant قبل كده لا كمان اول رسالة في الهيستر هي system message ودي مهم جدا system message دي مثلا في الابن او في الالم بيدعم system message بتقوله انت شكلك ايه يعني بتقوله بص على فكرة انت مفترض تجواب لي على السيلة بالعربي انت المفترض لو مش عارف السيلة تقول انا مش عارف انت المفترض ترد في ردود قصيرة او ردود كبيرة انت المفترض بترد ردود خاصة بالاغذية ما لكش اي حاجة تعد تديده system بتاعه شكل عام لك زال واللي التشات هستوري اللي هما التلاتة رسائل ودول البرومبت الجديد انا هاعتبرهم كده بيتضمن system message مثلا في حالة الوبيعي في حالات تانية لا system message بيتحط الواحد فالفكرة في انها دوقتي حكتشف ان انا دائما بتديه رسالة جديدة برومبت جديد بديه كمان التشات هستوري اذا ده حيؤدي ان انا هجي هنا وقوله انا بديك البرومبت وكمان هاديك حاجة اسمها تشات هستوري وهنا هبدأ ان انا بس ايه هبدأ احط حاجات لايك والنان ان انا برضو اقوله ان هما افتراضيين لان انا عملت مشكلة اذا دائما في رسالة جديدة فيه هستوري للرسائل في حالة الابن حلوة حلوة هاتليست هاتليست هو فيه سيستم ميسج طيب اذا خلينا ناخد الديفنيش انده تاني ونروح نريبلس وهنا اكي عملنا تشيك على الكلاين تشيك فيه ضبطنا الاوتبوت توكن الماكس اوتبوت توكن وتمبيتشر تعال بقى ايه نضبط الشات هستوري طيب الشات هستوري قلنا انه الرسائل قبل كده وهضيف عليه كمان رسالة من رسالة اليوزر طيب الفونكشن دي بتاخد بس الرسالة دي دي الرسالة بس اوبن ايه منتظر ان انت تعيد سياغتها على شكل ديكشنري في حاجة اسمها رول اللي هو مثلا يوزر والكونتنت وده اللي خلينا نعمل ايه ده اللي خلينا لو فاكر ان احنا نعمل الفونكشن اللي اسمها construct prompt فتعال نعمل construct prompt اعمل define construct prompt دي تاخد الرول وترجع شكل جديد بساطة جدا انا هترجع ايه بقى زي ما انت متوقع هترجع return هو مثلا اوبي نوعي منتظر ان انا في حاجة اسمها رول ودي equal الرول اللي جايالي هنا وفي حاجة اسمها content ودي عبارة عن المتوقع هو open ايه متوقع ان كل الرسالة تجيه في شكل الدكشنر دي هي جاي من مين وايه المحتوى بتاعها وبالتالي الرولز دي اصلا سواء system او user او assistant محتاجين نحطوهم في enumeration عشان هما ممكن يختلفوا من provider لprovider ولذلك انا هروح على الم enumeration وهعرف enumeration جديد هسميه open ai enumeration وفي open ai enumeration هحط ثلاثة enumeration لل الثلاثة المختلفين system والuser والassistant وكل واحد وقاد الvalue بتاعته اوكي وبعد ما بقى معنا ال enumeration دي هنيجي هنا في provider ونعمل لها import بحاجة هنا واقول لله مثلا هنا from dot ندور كده ارجع ورا خطوة ودور على enumeration عشان تعمل import لمين ل open ai enumeration طيب احنا محتاجين منها ايه محتاجين منها اسام الرول دي حاليا دلوقتي يعني تعالى هنا في generation الفكرة بانه انا chat history دي حتى لو كانت فضية فلازم اخر رسالة فيها هي الرسالة الجديدة يعني ده معناه ان انا اقول والله chat history dot append هابند مين والله هابند ان ينادي على construct يقول self dot construct brombit ويقول construct brombit الbrombit بتاعك equal prompt بينما الرول اللي انت عايزها هي عبارة عن ان انت عند الوقت عايز اقول له user user اكيد هو طبعا كل مرة بجنريت user جاي بالرسالة فانا هقول له open AI generation dot user dot value كده اخد اسم الاي اسم الرول من هنا فطبعا ده كله هيتحول لمين هيتحول ليه dictionary اللي chat open AI منتظرها بهذا الشكل بعدين بعد عملنا chat history المفترض ده هننادي نكريت مثلا variables response ونقول self dot client بتاع open AI dot chat dot completion dot create دايما شفنا من شوية طيب بياخد الفانكشن دي بتاخد ايه بتاخد اول حاجة الموضل انت هتستخدم انا موضل فطبعا ده هنستخدم مين هنستخدم self generation model ID جميع جدا بعين بتاخد list of messages اللي احنا هنا مسمينها chat history بعدين بتاخد الماكس طبعا الماكس طوكن اللي هما مين اللي هما الماكس output طوكن اللي احنا حطناه هنا بتاخد temperature بشكل افتراضي وانا temperature بتاعتي برضو وحط خدتها من ايه سواء من default او سواء من ال user بعته لو كان بعت حاجة بهذا الشكل طيب روح عن documentation اوكي دينا موضل دينا بتعرف ايه فقول لي والله يبص ال chat response format هيرجعلك هذا حاجة بهذا الشكل ال response هرجعلك في حاجة اسمها choices لازم تكون list وفيها قيم وهروح على واخد منه طبعا هتيجي تقول ايه هنيجي نعمل validation زي ما عملنا validation انه لازم يكون في حاجة اسمها choices لازم تكون list بتاعها اكبر من zero لازم فيها message وهكذا فبالتالي احنا validate كذا error لو فيش حد فيهم حصل يبقى الدنيا بخير فالمفترض ان انا حاجة هنا واقول له والله if لو حصل مثلا ان انت not response or not برضو response dot choices dot choices or ان lin بتاع response dot choices equal zero ماشي or اخيرة ان response dot choices of zero dot message بل منقلها بالضبط يعني عشان نغلط شي or not sorry or not ان هي error فلو اي حاجة من دول حصلت المفترض ان انا هستخدم logger error self logger error واطبع له رسالة مثلا اقول له ايه والله error while generation ايه مثلا text with opening AI حصل error وانا بحاول generate text with open AI طبعا ممكن حدي يقول ايه طب ما اطبع كمان الرسالة بتاعت اليوزر اللي جاي في info message ايه ايه الرسالة اللي نكتب ايه 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 ممكن ان الرسالة يكون في error وانا اطبع ه ده طبعا اصح لكن انك ما تقوحش بمكان كبير وتعمل حركة زي دي فيقول لك لا ايه كنت تستأذن قبل ما تعمل حاجة دي كده في الكود وطبعا انه ايه في مشكلة عصلت طبعا لو عدينا دي وكل حاجة تمام يبقى الرسالة اللي كانت جاية بهذا الشكل اذا عندنا في الابن اي دلوقتي لحد دلوقتي عندنا عرفنا فيها كل البرامتر وعرفنا فيها عندنا عشان سواء جنريشن موضل اي دي عندنا فانكشن ودي بتبدأ ببعض ان انا عاي معاي جنريشن موضل اي دي بضبط دي بعدين بصنا لدينا الابني اي بياخد كل الاخر مثل بس هي جديدة وكل فوق ده الهيستوري فانا هقلنا حتى لو هي فضية هنضيف في اخرها المسج الجديدة بس هنعرف فانكشن اسمها construct prompt بتساعدنا ان احنا ندي prompt وندي الرول يرجعنا الشكل اللي منتظره chat gbd بعدين بنبعث للresponse عشان يرجعنا الرسالة بنعمل الresponse ده سليم كويس عشان نطبع الرسالة نفس الكلام في الimped text بنعمل شوية بنبعث المسج عشان يحصل لها indexing او تتحول ل ماشي و بنعمل قبل من الرجع الimped الاخير هعمل تعديل هنا ان ممكن عادي جدا ما تاخد ش لاننا ما استخدم ناش هنا في حالة ممكن نستخدم ها في حالة الكوهير وبالتالي برضو هروح في الانترفيس وهغير الانترفيس عشان يكون شبه ده اخر حاجة عايز اعملها وهي وغالبا بيحب اعملها احنا خبه لكن احنا لحد دوقتي ما استخدم ناش حاجة اسمها الماكس الديفولت ماكس كاراكترز فكرة ان انا الانبوت اللي رايح لدي مفترض ما يتعداش حجم معين عشان الافي مشكلة ان الموضل ممكن ياخد اي حجم ويحسب ه علي عالفاظي فانا بحب ان انا اعمل فانكشن على جانب الفانكشن دي بتعمل 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 عملية على التكست او مجموعة عمليات لو انت شايف ان الفانكشن دي ممكن تكون ما بتقديش دور كبير بس ممكن بعدين في المستقبل لما توحد ان من فانكشن واحدة هتعرف بعد كده لو جيت قلتلك اه على فكرة احنا محتاجين فيه كاراكتر معين لما بيطلع في التكست محاين نعمل او نعمل معين محتاجين نحول كل حاجة وهكذا لما تم من فانكشن واحدة وانت كلهم بياخدوا منها تكست هيبقى لتعديل سهل غير انك تلف بقى على كل فانكشن وتعمل الحركة دي فانا خليني هنا هعمل فانكشن واخد بالك ان الفانكشن دي ما حطتهش في الانترفيس ليه لان انا شايف انه ممكن فيه بروفايدر يستخدمها بروفايدر ما يستخدمهاش انا بحط في الانترفيس الحاجات الاسسية اولا اللي انا هنادي عليها بره من الكون لكن بروسس تكست دي هي اللي بيستخدمها الناس اللي جوه الموضل ده نفسه يعني جوه الابجيكت هما بيستخدموها لكن انا مش حاجي اقول اوبن اي اي بروفايدر دوت بروسس تكست مش مش هيحصل الكلام ده وبالتالي انا مش هكسسها دا انا بس مستخدمها كهيلبر مسود اداء مساعدة لبقية الفانكشن اخوتها فلذلك مش لازم تتحط في الانترفيس فما تتعودش تحط في الانترفيس كل حاجة حط في الانترفيس الفانكشن اللي هتبقى اكسبوزد او معرضة ان اللي بره يستخدموها دايريكت من الابجيكت طيب بروسس تكست انا هستخدم حاجة واحدة بس ان انا اقول له بص ريتيرن لما تاخد تكست ريتيرن التكست ده بس خد منه اول كم كاركتر اول سيلف فلا هو داك مثلا مية حرف انت هتاخد اول الف يعني هتاخدهم كلهم عادي جدا لو داك اكتر من اكتر من الف حرف طبعا انت ممكن دا تتلعب بي وانت بتعرف الابجيكت يعني اتغيره بس هو بماكسما بالف دفولت بالف ويتغير فداك كده البروسس تكست دي الفانكشن الوحيدة نعيزه ممكن اقول له مثلا ان انت تشيل اي تريلنج مسافات او مثلا في البداية خالص او في النهاية خالص فبرضو بوفر من حجم التكست اللي رايح وده معناه ان انا حاجة هنا وانا بكونستركت البرومبت بدل ما ادي البرومبت دايريكت لا اعديها على الاول على مين وديه بقى البرومبت فكده اعالجه قبل ما اكاريت بي البرومبت اللي انا حديه هنا فين في فكده المفترض ان احنا ضبطنا نعرف ما يتعامل معه تعالى بس قبل ما نكمل نعمل بس كمتل كده حاجة فهعمل كده وقول له مسلا 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 اوبن اي 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 وسألو بس كوميت سنقرق دا اللم انترفيس وهكذا اكمل بيتو كوميت دلوقتي احنا عملنا الابن اي اي بروفايدر عادينا نعمل تاني بروفايدر معنا اللي هو الكوهير زي ما الانترفيس بتساعدك انك تبني كلاسز شبه بعض ده برضو بيساعدك انك في لوجيك كتير اللي انت تستخدمه في اوبن اي ممكن تعمله كوبي بيست وتحطه في كوهير دي من فوائد برضو الانترفيس انها برضو بتخلي ان فيه جزء كبير مش تترك شوية شبه بعضو الحد بما طبعا جزء ما يمكنش مشاركته ما بين التو كلاسز بس وانت كدفولور وانت بتبني هتحس ان المنطق واحد قريب من بعض فانا هنا حاجة اعمل هنا ايه? هعمل هنا واحد جديد كلاسز جديدة وحسميها كوهير بروفايدر حاجة هنا وقول له كوهير ايه بروفايدر طيب جوة كوهير بروفايدر تعال نفتح الاوبن اي بروفايدر استورد الانترفيس زي ما عملت برضو في ايه? في اوبن اي 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 انا كان عندي حاجة ما اوبن اي نومريشن فانا ممكن برضو اروح اعمل برضو كلاس اسمه كوهير نومريشن واحط فيه برضو السيستم والايه واليوزر والاسيستنت زي ما عملت هنا بس طبعا خاص بالكوهير ليه? لان الكوهير لو تاخد بالك في الابني اي بياخد السيستم واليوزر والاسيستنت بينما في الكوهير بياخد هو منتظر الرول حاجة اسمها سيستم باي ابر كيس كده يوزر والشات بوت دي الرولز مختلفة فعشان كده انا ايه? وحتى اسام الكونستنت بس الفاليوز طبعا اختلفت حسب او اوبن اي ولا كوهير ومحتاج اروح للكوهيرمتس وازود الباكيش بتاعت كوهير بتاعت البايسون كلاينت وده الفرجن الحالي اللي انا بستخدمه فانا زي ما عملت في الابني اي بروفايدر محتاج برضو هنا اعمل بس هاجيب الكوهير ايه? ممكن هنا نعمل آآ كوهير نعدل الاسم بتاعها بحيس يكون بهذا الشكل كده طبعا ازاي بكون نمشي بفكرة الايه? الكلاس كويسة طيب هنعمل كلاس كوهير بروفايدر طبعا لازم نبدأ في البداية بمين؟ بالانت فانكشن لما بصينا هنا في الانت فانكشن احنا كنا بناخد الابي اي كي الابي اي يوريل والديفولت زي طبعا واضح كده ان الديفولت زي برضو هنستخدمها مع كوهير بس هو هنا كوهير مفيش في فكرة الابي اي يوريل في فكرة انك بتديه كاي وتشتغل على طول مش ده الابي اي فواضح ان احنا هنعمل فانكشن بنفس الشكل دي بالزبط بس من غير الابي اي يوريل فبنفس الشكل بهذا الشكل برضو هنبدأ زي ما بدأنا هنا ان احنا حطينا الديفولت زي كلها في سيلف فاريابل هنعمل برضو كذلك في اوبني اي في كوهير ايضا هيبقى عندنا برضو زي ما كان عندنا في اوبني اي عندنا جنريشن مودل اي دي والامبيدين والسايز فالفاريابل دي بالزبط هتكون برضو عندنا في كوهير لانه نفس اللوجيك بعدين انا كنت هنا عملت الكلينت وبدأت اعرف الكلينت بتاعي نفس الكلام هنا انا حاجة هنا في الكوهير وحبدأ اعمل امبورت للكوهير موديول ما اعمله بهذا الشكل وطبعا ممكن اعمل كمان الامبورت لللوجين لان انا هستخدمها بعد كده فتح على هنا هعرف اقول self.client equal وبعرف الكلينت حسب الكلينت بتاعي كوهير طبعا بالاطلاع لو كتبت كوهير دوكومنتيشن في جوجل هتطلع لك اول نتيجة بحث وروحت على guides and concepts طبعا هي بتتغير ممكن انت تفرج على الفيديو ده تلاقي التوكومنتيشن دي تغيرت عادي جدا فحلايا عندي ان انا دي دوكومنتيشن عندي الموديلز اوبرفيو دي كل الموديلز اللي انا ممكن استخدمها سواء في الدوكومنتيشن الجينيريشن او في الامبتينك دي الموديل ايديز اللي انا ممكن استخدمها وكل واحدة دايمينشان مثلا بتاعها اللغة فيكتور سايز وهي بتستخدم مثلا انجليش ولا مالتلينجوال اللغات متعددة لو تستخدموا العربي او كده. لو بصينا مثلا على بتاكت جينيريشن تعمل import لكوهير وتبدأ ان انت تعرف تقول كوهير كلاينت اي بي اي كي وتدي اي بي اي كي بتاعك. افت الكلام اللي احنا هنعمله هنا هنقول له كلاينت اكوال كوهير دوت كلاينت اللي اي بي اي كي مين اللي هو السلف دوت اي بي اي كي اللي معايا. وهي نافت الفكرة هناك كنت عملت لوجر عشان اعرف افتخدمه بعدين. فهنعمله برضو نافت الفكرة. بقول له login.getlogger وبديه النيم بتاع الايه اللي انا واقف عليه. مجرد نيم كده. وتعالى نبدأ. محتاجين حسب الانترفيس. ان احنا يكون عندنا ست جينيريشن موضل. ست امبيدنج موضل. هلاحظ ان هو نفس اللوجيك بالزبط انه في ست جينيريشن موضل داي ما عملت في امني اي باخد الموضل اي دي وبحطه في جينيريشن موضل اي دي. كذلك في الموضل اي دي. وبحطهم برضو في الامبيدنج موضل اي دي. انا ممكن نفس اللوجيك ده بالزبط استخدمه مع cohere بالزبط. تعالى بقى الفنكشن اللي بعديها. ممكن برضو نستخدم الprocess text لانه نفس اللوجيك ان احنا عايدين كل text على الاقل يجيه كذا. طبعا ممكن في cohere بعد كده يتغير بس واضح ان دلوقتي سواء cohere او open eye. في الprocess text انا بس باخد اول x characters عندي. فانا نفس الفنكشن دي ممكن استخدمها برضو هنا. طبعا ممكن حد يقول هو ده code repetition؟ لا هو مش code repetition لان انا في النهاية برضو محتاج ان cohere ده يبقى ليك class خاص لوحده. هو اللوجيك بدأ يتشابه لان انت مستخدم نفس الانترفيس. وتقريبا بعمل نفس الفنكشن فممكن. لكن مقدما الدنيا ممكن تختلف. فدائما يستدعكش ان انت توعف مشكلة ده مش code repetition. ده كده code managed يعني اكتر. طيب. ممكن حد يكان يقول والله يعني انا ممكن كان الفنكشن دي والفنكشن دي ممكن كان هما الاتنين يبقى عندهم parent plus والاتنين بيشوفوا عليه وبيستخدموا نفس الفنكشن دي. ده جود برضو كممكن يحصل. بس حاليا مش عايدين نعقد الدنيا دلوقتي شوية. ممكن بعدين نبدأ نحسنها ونشوف الاجزاء اللي تكرر فيها الكود ونجمعهم في مكان واحد. ده ممكن. بس انا دلوقتي فضلت انه يتم بالشكل ده عشان الناس الدنيا تبقى ابسط عليهم دلوقتي. مشروع ممكن يتطور بعد كده ان شاء الله اكتر واكتر. طيب. بعد كده من الانترفيس عندي generate text. والإمبيت تيكست. تعالا نبدأ ب generate text. بهذا الشكل. طيب. المفترض يحصل ايه. بص هنا على ال cohere documentation. فهتلاحظ بقولك ان انت ممكن وانت بتتشات. لو. بتدي الموضل. اي دي. خلاص وكارثنا. ويه المسج. خد بالك هنا انه على العكس ال open eye. مش list of messages. انت بتدي المسج ايه صريحة. طيب ماذا لو عايزة تدي ال chat history. وتدي ال system message وما لذلك. فالك ان انت عندك فرمات تاني. ان انت بسمه او بسميه الملتي تيرن عشان في اكتر من حاجة. وانك تقول له والله الموضل اهو. وبعين ال chat history equal. وبتدي الليسته في ال chat history بس برضو بتدي المسج جديدة لوحدها. مش زي ال open eye بتحطها في اخر chat history وتضفها. اذا ال chat history هيتحط direct. وال message هتتحط direct. اذا. وبعدين برضو عنده ال max tokens وعندول ممكن تعمل conversation id. فهنا في اوبشن زيادة. بس خلينا دلوقتي ايه? نحتم بال chat history وال message. اخلينا نبدأ اصلا في البداية بجزء ال validation. جزء ال validation مشابه للجزء اللي كان حصل فيه مين? هنا. ان انا بتأكد ان فيش client. انه لو فيه client يطبع اضعه error. فبقى اقول له لو ما فيش client اقول له cohere client was not set. برضو بتأكد من generation model id انه هو موجود. هذا الشكل if not self. generation model id generation model id for coreheed was not set. بعدين هقول له response equal ودائما موجود في البداية بقول له self. client dot chat. ودوت التشات دي بتاخد ايه? دائما موجود في documentation اول حاجة هيعيدة الموضل. فالموضل عندي اللي هو مين? اللي هو self. generation model عائلية. بعدين قلنا انه هو بياخد بالفعل برامتر اسمه chat history. وبعدين بناخد معانا الماثج. وده بيكول على طول direct الماثج ايه? اللي جاية من اليوزر. بس طبعا ممكن نعمل لها process text في الاول. او هنا بقى انا في الالم انترفيس. هو طالب مني ان انا اعمل حاجة اسمها construct prompt. بتاخد الماثج والرول. فعودة للدوكمنتيشن. هو في ال chat history بيطلب منك حاجة شبه بالضبط امني او اي. انك تجد ديكشنري. في حاجة اسمها رول. وحاجة اسمها بدل كونتنت هو كاتب تيكست. لكن في المسج هو مش طالب حاجة ديكتا. هو طالب تتدي الرسالة دائريكت. فاحنا هنعمل construct prompt عشان نستخدمها بعدين لما نجي نكاريت حاجة بهذا الشكل. ماشي. بس نستخدم هنا process message اللي بتعالج النص بتاخد اول الف كاركتر والكلام ده. فالconstruct prompt هنا برضو. هي ممكن دلوقتي حاليا تكون شبيهة بالopen اياني. نفس الفكرة. بتاخد الرول بس بترجع رول بس ما بترجعش كونتنت بقى بترجع تكست. فنفس الفكرة هنا. الرول و تكست بدل كونتنت. فالاختلافات ضئيلة خلي بالك منها. طبعا في التشات هستوري دي خلاص احنا التشات هستوري اللي جاينا هنحطها ذي ما هي هنا. المسج هنقول له self.process text. خد من? خد البرومبت اللي جاي لك ده. اعمله بس processing قبل ما توديه على المسج. احيانا واحنا شغالين مثلا على فانكشة معينة او كده. يعني دومنتشن ما عارفش يفيدنا بشكل افضل مثلا عن البرامترز اللي هنا مفهود تكون عاملة ازاي. فعادي ين نبدأ نستكشف نفسيها. كباكيج احنا عاملها. فممكنك تستخدم بتاعك يعني مثلا في في اس كود بيديك الكابلة دي وفي ادوتر ثانية لو انت شغال يعني. بس لن تعرف ازاي تستخدم القصة دي. فمثلا في هنا محتاجين نعمل كذا خطبة. البداية خالص احنا محتاجين مثلا نفتح وروح نعمل بتاعتنا عادي جدا. ونروح لسورس ونعمل بعدين نتأكد ان كل معمول لها بشكل صح. بعد كده هتلاقي عندك في الشريط اللي تحت هنا. عندك هنا لو دست هنا على الكليك ده. هيطلع لستة بكل دي ما انت شايف كده بكل الانفارومنت اللي عندك. عليك انك تختار الانفارومنت بتاعتك يعني من اللستة. بعد كده هنروح هنا على في الباكيج الزينة. وهندور على كده باكيج نعمل نتأكد المعمول. اول واحدة اسمها انتلي كود باي مايكروسوفت. لو مايكروسوفت معمول انستول اعمل انستول. بعد كده هندور على بايسون. وحنعمل لها انستول. لو مايكروسوفت انستول. وحنندور على باي لانس. وحنعمل لها انستول. وبعد ما نعمل الانستوليشن لهم كلهم. هنقفل في اس كود ونفتحه تاني. بعد ما نرستارت في اس كود. هنروح على السيتنجز. عن ضريق انك تروح على فايل. بريفرنسز و سيتنجز. او تدوس كنترول وكومة من الكيبورد. في السيتنجز انا هكتب بايسون. كده باجيب كل السيتنج بتاعت البايسون. بس بدور على الحاجة اسمها لانجوج سيرفر. داي كده. طبعا لما بتجي تقتقى الادت في السيتنج في بي اس كود. عندك حاجة اسمها يوزر وورك سبيس. عشان ما تلخبطش بالاتنين. اعمل ادت في الاتنين. لو انت المستخدم الوحيد يعني في السيستم يعني. ففي يوزر انا هروح واختار من هنا باي لانس. اوكي. وفورك سبيس برضو هروح واختار ايه باي لانس. هسيف اهو بيسيف اطلا اوتوماتيك. ويفضل يعني انها رستارت برضو ال في اس كود. قد ما عملنا رستارت. هيتأكد بس ان فيش هنا حاجة بتعمل لود يعني بتاخد وقت تعمل لود. عشان تسكان البروجيكت. ومثلا خلينا نروح لكوهير. كوهير دلوقتي احنا عملنا ايه? مش هنا بالسيستم. ان احنا عرفنا ماشي? وبعدين ده نادينا على دوت تشات. طبعا وجدت تعمل او هنا بدل او ماشي? طبعا هو ممكن يوديك لو ما ودكش فانت محتاج ان انت تمشي خطوة خطوة. يعني انت في اول ما مسكت كوهير عرفت فانا ممكن نروح لكلاينت ودوس في اتناشر. فبدأ يخليني كده بص يعني اخد بالك الفايل ده فين? الفايل ده جوه ده جوه فاكلاينت دي المفترض بتريتيرن. هنشوف كده مثلا بتريتيرن ايه? فهي بتريتيرن مسلا الايه? يعني بتريتيرن تقريبا البيز كوهير. فالبيز كوهير مفترض يكون فيها اسمها تشات. ودورنا عليها كده فالانهاء. فالمهم احنا بنحط نحظ انه وقدر يتعرف على تشات دايريكت. فاتشات عند المسج الموضل البريم والتشات هستوري وكل واحدة هي نوحها ايه? وبتقدر تستكشف المشروع. المشروع بتاعك. يعني مثلا تنبريتشر احنا عادينا ندور على على الارجومنت اللي نديلي التنبريتشر. فادي التنبريتشر. نفس الكلام هادي ندور على الماكس توكنز. فده البريابل بتاع الماكس توكنز. هيساوي اكوال من الماكس انبوت توكنز. وهكذا. فدي طريقة حلوة عشان تستخدم الفي اس كود انه يديك نظرة اعمق حوالين الدنيا عندك عاملة ازاي? طبعا انت ممكن بقى تقعد بالطريقة دي كل ما تقابلك فانكشن. انت عايز تفهم الارجومنت في عادتها اكتر رحيز تفهم اللوجيك بتاعها اكتر. جو اهيد واستخدم في اس كود. وخليه بدأ يساعدك في انك تتعرف على الدنيا دي. طبعا باستخدام او لو انت راجل بتستخدم الكوبايلوت. لو ضربت هنا على الكوبايلوت جتهاب كوبايلوت. لو بتستخدم الجتهاب كوبايلوت هتقدر نفسنا تعلم على على اي جزء هنا من الكود. وهتلاحظ هنا حاجة اسمها تشات. تبدأ تتشات معاه وتقول له شرح لي دي. اعمل لي دي. شوف لي فين المشكلة هنا وهكذا. عودة للكود بتاعنا. طبعا احنا محتاجين هنا بنسبة temperature and max tokens. بعد منادينا المفترض على تشات. المفترض انه يرجع لنا response. ريسبونس ده. وبقى فيه تكست. وبقى فيه شوية معلومات اضافية. يبقى هو بس مجرد اننا لو عايز اعمل اقول له if not response or not response dot text. هو ده اصلا ال output بهذا الشكل. هطلع له error واقول له والله ايه? انه انا self dot logger dot error. يعني نرجع نكبر خط تاني. فانا بعمل ان response مش بنان او التكست مش بنان. لو كده. لو اي منهم. فالمفترض ان انا هطلع له الرسالة دي. logger dot error. و return null. لو الدنيا كلها ذا الفل. يبقى المفترض ان انا هرجع له من response dot text. بهذا الشكل في حالة الكوهير. طبعا جزء الماكس output token وجزء temperature ممكن نعمله نفس المعاملة اللي عملنا فيها في open ai. ان احنا جينا في الاول. عشان لو الراجل باعت null. نحط مكانها default ايه? max generation token او في temperature كذلك. فاحنا ممكن نستطرين دول بالظبط نفس اللوجيك اللي ممكن نستخدمه مع كوهير هنا. طيب. ده بالنسبة لي text generation. ماذا عن text embedding? رجوعا فضل لنا الفنكشن بتاعة الايه? الimbed text. فانا اخده هنا واروح للكوهير عشان اعمل لها implementation. ويحب ده برضو ان انا اعمل validation على client. لو ده مش موجود فالمفترض ان انت هترجع لي الرسالة دي ك-error. وحاسأل مين برضو? هاسأل على افنك ان self.embeding model ID مش موجود برضو. لو حصل ان هو مش موجود. فالمفترض انك هترجع لي. اصغر خط شوية بس. عشان فيه يعني. وحنرجع له مثلا اللي والله الimbeding model مش ايه مش موجود. لو ما فيش embedding model ID فحطلع له برضو اقول له الimbeding model was not set. طيب. تعال بقى دلوقتي عشان نعمل embedding. تعال نبوص على documentation. تعال نبوص على documentation. في جود الليو introduction to embedding. او بقول لك بتعرف client عادي جدا. بعدين ممكن تديني رسالة او اكتر. احنا هنديه كل مرة رسالة واحدة. اتعرف من الموضل. وبتعرف هنا بقى الimput type. هنا الجزء اللي احنا كنا عمنا عليه. انه هو بيعمل embedding. يختلف انه يكون السؤال ده جاي من اليوزر. رسالة جاي من يوزر. او دات شونج او document بنعمل لها embedding عشان نخزنها في الفكتور ديتابيس. ولذلك هو هتلاقيه هنا ان هو هيديك تعليمات. بقول لك ان انا عندي حاجة اسمها search query. وحاجة اسمها search document. دول اشكال انماط التكست اللي ممكن اعمله embedding. ولذلك احنا قبل ما نعمل embedding. ونستخدم الكودة embed. اللي بتدي التكست والموضل والimput type. وي بتدي حاجة اسمها embedding type. دي حنستخدمها بشكل ثابت. ماشي. ان هو ده اللي احنا عايدين نستخدمه. احنا محتاجين ان احنا نتحكم في موضوع الimput type. ولذلك احنا عندنا حاجة اسمها document type هنا. هي by default بنعم. لكن انا وانا بناديها. خد بالك ان document type دي برضو عشان الناس ما تنساش. مش حاجة خاصة بكوهير بس. يعني ممكن نستخدم providers ثانية بيفرق معها document type. اذا المفترض نعمل ايه. المفترض نروح في الانومراشن. الالم انومراشن. واول حاجة نعرف ان في حاجة اسمها document type هما انومراشن. يا دوكومنت جاية من يا دوكومنت يا كويري. يا حاجة جاية من الدوكومنت نفسها كتشانك يا كويري. فانا هعرف انومراشن كلاس بشكل عام. خد بالك مالوش علاقة بكوهير بشكل عام. ان انا بقول ان الدوكومنت طايب انومراشن هما نوعين. يا دوكومنت يا كويري. بهذا الشكل. اوكي. وحاجة هنا بقى في كوهير انومراشن. هو بيقول لي ان هي لو دوكومنت لو دوكومنت يبقى اسمها سيرش دوكومنت. لو كويري جاية من اليوزر اسمها سيرش كويري. فبرضو في تو طايبز هنا. هيتعرفوا تبع مين. تبع كوهير. اذا حاجة هنا. واقول. اذا تبع كوهير. هيو عندي في فيلد دية دا اسمه دوكومنت. ودي القيمة اللي مستنيها كوهير مني في حالة ان دوكومنت. في حالة ان كويري دي القيمة اللي مستنيها كوهير مني. ففرق دول دول بين كلمة انواعي عامة جنرال. ودي الفاليوز اللي منتظرها كوهير لكل نوع من الاتنين دول. وبالتالي. انا هباصل كوهير هنا في الدوكومنت تايب. هباصيله واحدة من الاتنين دول. ولو هي دوكومنت. يبقى انت هتبعت سيرش دوكومنت. لو هي كويري. انت هتبعت سيرش كويري. اذا في حاجة هنا. واسأل بقى عن الانبوت تايب ده. انا ممكن اعمل ايه? اقول ولا يبص انا هعرف فاريبل اسمو انبوت تايب. هو باي ديفولت. هو عبارة عن ان انا هبص على الكوهير دوت انمريشن. وهبعت لك من الدوكومنت. سوري. بهذا الشكل. بد هسألك اقول لك والله يبص. لو انت كنت طالب مني في الدوكومنت تايب اكوال اكوال. وتعالى الامبورد كمان الدوكومنت تايب ده عشان يستخدمه. ده حاجة هنا واستخدمه هنا. واقول له لو الدوكومنت تايب اللي انت بعتاري في الفانكشن اكوال اكوال ان انت قاصد ان هي تكون كويري. لو قاصد ان هي تكون كويري خلص يبقى انا الامبورد تايب ده هغيره ليه كوهير انومريشن دوت مين دوت الكويري اللي هتبقى فيها السيرش كويري دي. اوكي فهي باي ديفول بدوكومنت اللي لو انت قلتني ان هي كويري فانا هغيرها كويري. وده معنى بها ان انا خلاص ابدأ نادي على الكوهير يعمل لي امبادنج. فاقول له اوكي في الامبادنج حتى بص بعد ما فعلنا والكلام ده بدأ ايه يجيب لي حتى بتاعت الفانكشن جوه في كوهير عاملة ازاي. فحقول له هو مستني مني حاجة اسمها موضل اللي هو مين اللي هو الامبادنج موضل اي دي. ومستني مني التكست اكوال انا حبعت له هو مستني لست قريه بس قاتل لست فيها التكست اللي انت ايه اللي انت عايز بعتوله. مستني مني الامبود طايب واللي هي طبعا الامبود طايب بتاعي اللي انا قررته هل هو سيرش كويري ولا سيرش دوكومنت. ومستني مني في الاخر حاجة اسمها الامبادنج طايب احنا هنستخدم بايدفولت على طول دايما الفلوت بقول لي ارجع لك ايه فانا محتاج منه الفلوت عشان اعرف اخزينها في الفكتور امبادنج فاندي مش هنتحكم فيها هنخليها بايدفولت عادي جدا. بهذا الشكل. طبعا في حالة التكست التكست اللي هنا يفضل ان انا اعمله ايه? اعمله بروسس تكست. عشان احافظ على مضوع. فانا اقول له self.processtext of mean التكست اللي ايه? اللي جايلة. كده عشان وهو نص كبير يقطع منه الجزء الاكبر. عودة للدوكمنتيشن. هو بيقول لي بقى الاوتبوت بتاعك. هنا في الحالة دي. هيرجع لك. response بتاعك. . embeddings. ناشي. . float. هو ده اللي انت عايزه. ماشي. طبعا. . float دي هو عشان بعيت له list من 3. ف. float دي هترجع 3 قيم. انا عايت دايما دوت float off zero. عايت دايما ايه? هو بس انا انا بعيت له واحد ومتوقع بس دايما اول واحد. فخليني اعمل على الريس بونس ده. ان يكون فيه وفيه 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 حاجة اسمها وفيها قيمة بالفعل. اقول. اه half response. if not response لو في 어�رس بونس دوت ام رس بونس دوت ام بيدنجز دوت فلوت اي واحدة من دول يوم مشكلة اطبع لوجر ارور اقوله والله انا في ارور ان انا اعمل امبيدنج بكوهير وحارتيرن طبعا ايه امام لو مش كده يبقى خلاص اريتيرن مين اريتيرن الريسبونت امبيدنج دوت فلوت اوف زيرو بقى لان انا بعيت لو قطن تكست واحد فمنتظر اول الامبيدنج يجيني وبقى عندي كده الامبيدنج تكست بتاعت مين بتاعت كوهير اذا سريعا باستخدام كوهير عملنا انت نفس فكرة الانستركشن بتاع الابن اي اي كاي الابن اي اي بروفايدر بس في كوهير انا ممكن مش محتاج بس الابي اي اي ورائل اصبع عندي اي 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 كاي عند الديفولت عند الديفولت عرفت الديفولت وعرفت الديفولت الديفولت دوكومنتيشن ميباين للدنيا فانا استعنت بان انا ازبطت الفي اس كود بتاعي عشان اعرف ادي باج الدنيا بشكل افضل واستكشف الكود بشكل اعمق في الامبيد تكست كان عندنا فكرة بقى الامبوت تايب اللي هو منتظره مني دايما فروحت على الكوهير اينومريشن وعرفت لو هو دوكومنت اي القيمة اللي هتتبعت لكوهير ولو هو كويري اي القيمة اللي هتتبعت كوهير وحطت الانواع سواء دوكومنت او كويري حطتهم برضو في اينومريشن تاني بشكل وبكده اصبح عندي الامبيد تكست ايه برضو جهزة وكل الفانكشن اللي طالبها مني الالم انترفيس طمت اطبيعها في كوهير اصبح هنا كوهير او اوبن اي اي اللي اتنين ليهم نفس اسامي الفانكشن دي الاكسبوزد اللي انا ممكن اتعرض لها بنفس حتى البرامتر دي اللي ممكن ابعتها وبالتالي كده وحدت الدنيا وقدر اسويتش ما بين دا وده بمنتهى السهولة طيب فاضل الجود الاخير عرفنا للبروفايدر كلهم فاضل بقى نعرف الفاكتوري الفاكتوري اللي احنا قلنا نحنا مجرد ما ندي اسم بس هنقوله اوبن اي ولا نقوله كوهير هو اوتوماتيكلي يبدأ يعرفهم بس قبل ما نعرف الفاكتوري عاودين نروح للضوت انف وفي الضوت انف عاديين بقى نبدأ نضيف شوية كونفيجريشنز خاصة بالاوبن اي اي والامبادينك طبعا قلنا اللي الام بيعمل تسكين الجينريشن والامبادينك فاحنا ممكن نيجي هنا انا عبدأ اعرف شوية يعني ايه بالشكل ده كده فحقول اللي الام كونفيج وعندي تو كونستانتنا واحد بقوله هو مين المسؤول عن الجينريشن ومين المسؤول عن امبادينك ممكن عادي اللي مسؤول عن الجينريشن هو المسؤول عن امبادينك لاثنين نفس البروفايدر او الاثنين يختلفوا وده طريبا اصلا لا هيحصلوا ماشي بشكل يعني كبير في حاجات كثيرة جدا ولذلك انا حبدأ اعرف اقوله مثلا مين الجينريشن باك اند ومين الامبادينك باك اند وممكن هنا احط مثلا اوبين اي اي مثلا وكوهير خد بالك ان الفاليو دي اوبين اي اي كلها ابركيس وكوهير لازم تكون شبه بالضبط الايه الالم انيومريشن انواع دي اوبين اي اي او كوهير لان انا دولة هستخدمهم ففي الانفيرومنت لازم احط الفاليو دي مطابقة لفاليو دي طيب بعدين المفترض ان انا ابدأ احط الكونفغريشنز طيب احنا قلنا في الاوبين اي اي محتاج كاي ويو ار ايل فانا ممكن اجي هنا وقول له اوبين اي اي كاي اي اي اكول وهتاخد فاليو معينة اللصلمانzeni اي اي im اي اي ايل او ار ال او اي اي Hans احطب عدد كاري branches الكوهير اي 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 الكوهير بس بياخد drop 먹는 الابي اي كي. فانا هقول كوهير اي بي اي كي برضو ممكن تاخد معينة. بعدين في مجموعة بقى من البرامترز سواء هروح ناحية الابني اي او هروح ناحية الكوهير هي ايه? ممكن تكون واحدة. يعني مسلا ميني جنريشن موضل اي دي. عادي جدا ممكن استخدمه سواء هنا او استخدمه مع كوهير او استخدمه مع اوبني اي. مش لدي ما اعمل اوبني جنريشن موضل اي دي. ممكن تعملها لكن ممكن تكتشف ان انت ايه اصف ان تستخدم دا هتستخدم ده فبي ديفولت هتستخدم مين? فانا هاملهم انه ما واحد يعني هقول ان في باي ديفولت حاجة اسمها جنريشن موضل اي دي اوكي وفي حاجة اسمها برضوا مبيننج موضل اي دي. في برضو ط Carbonate حطينا الامبينج موضل اي دي. لازم كمان نحط الامبينج موضل في صعيفs. وفيه برضو اللي هما التلاتة برامتر اللي كنت باخدهم في الاول هنا الديفولت امبوت ماكس كاراكترز الجينيريشن ماكس اوتبوت توكنز وجينيريشن تيمبريتشر ممكن برضو ان انا التلات قيم دول احطهم في الانث بهذا الشكل ودي قيم افتراضية بتاعتهم طبعا ممكن انا ابدأ احط قيم عادية طبعا في حالة الابني اي انت محتاجة لوجين على الاكاونت بتاعك على الابني اي وتروح على اي بي اي كاي هتلاقي حاجة معها كريات تكريات بيخليك بس تحط مجرد نيم وتاخد الكاي بتاعك فهنفترض ان الكاي اللي احنا اخدناه بهذا الشكل بالشكل ده طيب ماذا عن الكوهير تعمل برضو لوجين في كوهير واول ما تعمل لوجين هيفتح لك هو البلاي جراوند ماشي هتروح على الداشبورد وفي الداشبورد هتلاقي حاجة اسمها اي بي اي كاي ندوس على اي بي اي كاي وبعضو هتكريات مجرد تحط اسم هيتديك كاي عشان تبدأ تشتغل به بهذا الشكل طيب هنفترض ان احنا في جينيريشن موضل اي دي ان هنستخدم جينيريشن بك اند مثلا اوبن اي اي فانا اخترت واحد من الموضلز اللي في اوبن راجع الفيديو احنا في الاول وردناك ازاي فين تلاقي الموضلز فانا اختار مثلا ان جينيريشن موضل اي دي ده الاسم وبالنسبة للامبيدنج موضل اي دي انا هاخد واحد من كوهير يعني التاني معلش في الاوبن اي 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 ممكن اروح على دوكمونتز موضلز حلاقي هنا كل الموضلز فانا ممكن ابدأ استخدم اشوف الجي بي تي ستري بونت فايف تيربو اللي هو ارخص او الحاجات الاعلى كفاءة وتشوف البرايسنج بتاع كل واحد طبعا واخد الاي دي ده مثلا في جينيريشن طبعا احنا على كوهير وكتبنا كوهير دوكس وموضلز اوفر فيو هتلاحظ طبعا دي الموضلز اللي عندك ممكن ناخد كومند ار مثلا في الجينيريشن او في الامبيدنج ناخد مثلا المالتلينج واللايت اللي هو ده ده بينفع للغات المتعددة ولايت وده الديمينشن بتاعه السايز اي بتاعه فبهذا الشكل طبعا بعد ما حطينا كل الايه الحاجات دي كده المفترض نروح على الانف دوت اكزامبل ونعمل كوبي بيست من كل الكلام ده عشان يبقى فيه عندنا فيرجن منه هناك طبعا مش هنحط الكيز بهذا الشكل فاطبع عندنا الدوت انف اكزامبل في نسخة من الدوت انف جاهزة للاستخدام وزي ما قلنا قبل كده ان احنا اي حاجة بنعملها في الدوت انف لازم نروح على الهلبر وفي الـ setting class ونحط مراضف لكل واحدة من دول هنا في الـ config فبقى ده اللي انا عملته خدت كل واحدة من دول وروح تحطيتها هنا وديته الـ type بتاعه مثلا ده string مثلا في الـ default temperature deflute وهكذا ولو فيه قيمة افتراضية طبعا حطيت نن لكل حاجة من الحاجات دي معادة generation back end والimbeding back end خليته من هما منديتوري لازم يتحطوا على الهلبر اما الباقي ده قطيته كله بنن فكده انا ضبطت الـ dot inf وضبطت معه الـ settings بتاعتها ان هي بقى لها مراضة في الـ settings اذا اصبح عندنا providers providers اصبح عندنا انترفيس بالفضل ما نعمل فاكتوري الفاكتوري عمله بسيط جدا ما فيش فيه اختراعات كثيرة الفاكتوري عبارة عن class هنعمل فايل جديد وهنسمي lmproviderfactory.by طيب في البداية هروح اعمل class وحسميه lmproviderfactory فاكتوري اي فاكتوري في البداية في الانت بتاعته هاديه configurations اللي يقدر يكاريت بها اي حاجة بعد كده اطلبها منه يعني كده اقول له كاريت لي ابي اي كاريت لي اوبني اي كاريت لي اوبني اي كاريت لي كوهير كاريت كوهير فالانت غالبا بتاخد الـ configurations بتاعتك self.config equal mean equal config بهذا الشكل بعدين بعدين بقى في بعمل function هي بقى اللي بكاريت بها كل مرة تدي provider name يرجع لي الـ provider فغالبا بنسميها create عشان تؤديه فاقول له definition وفي create بتاخد self وبتاخد بقى الـ provider اللي هو الـ provider name اوكي طيب فين الـ providers احنا قلنا كل الـ provider موجودين فين في الـ Enumeration ده فانا موكي ناجي هنا واقول له في الاول خالص اللي نعمل دي باص بس عشان واقول له والله بص اقول له from dot LLM Enumeration import الـ المفترض ان انا هجا اقول له هنا ف لو الـ provider equal equal LLM Enumeration dot open ai dot value لو الراجل عايز مني open ai المفترض ان انا هعمل كذا واجه هنا اقول له ولو الراجل عايز مني لو طلب مني provider equal الـ المفترض ان انا هعمل كذا ماشي لو ما فيش حاجة خالص في الاخر انفروض ان انا حارتيرن ايه نانا مش حارتيرن حاجة فاتع على كده هنعمل ايه هنا هنروح نمبر بقى من from dot providers import الـ open ai provider والـ وهما من الاتنين اللي جوه الـ provider dot cohere و dot open ai بس احنا محتاجين نيجي في الانت هنا عشان احنا محتاجين هنا كده dot provider cohere provider import cohere provider عشان ما لا اخبطش الدنيا ممكن نيجي في الانت هنا ونقول له from dot dot cohere provider import cohere provider و from برضو dot open ai provider import open ai provider كده بقى لما نيجي نعمل from provider هننبرد دا و دا ايه دا ما حصل هنا بهذا الشكل ونجي بقى هنا بعد ما عملنا الـ providers نرجع الـ factory ونجي هنا بقى في حالة الـ open ai هنقول له return الـ open ai provider ونبدأ ندي الـ open ai provider كل الـ case اللي هي عايزة يعني مثلا الـ open ai provider ونجدر عايز ابي اي كي عايز ابي اي ار ال وبقية الـ value دي فانا برضو نفس الكلمة هقول له اي بي اي كي اكوال من با منين اجيب الـ abik بالفعل دا ما انت توقعت من الـ settings مثلا dot open ai abik يعني اقول له هنا self dot config و dot ما بين و dot بال ايه الـ open ai abik نفس الكلام مثلا abi url اكوال واقول له self dot config وروح ادور جول config على open ai abi url وهكذا بقيت الحاجات بتاعت الـ default بهذا الشكل كده الـ creator عارف يرجع لي open ai provider ماذا عن الـ cohere اقول له return cohere provider provider وتعالى بياخد برضو api k ثاوي self dot config dot mean بص في الـ config على cohere api k وبقية الـ parameters اللي هم defaults بياخد برضو من settings عادي جدا config dot config dot config dot يبقى كده عملنا factory اللي بياخد في الـ int بتاعته configurations و بعدين بيكاري طبعا ممكن واحد كده بيقول لي انت بتاخد كل الـ configurations وبتستخدم جزء منها فانت لو حابب ان انت هنا تحط configuration one by one بدلا ما تدي كله configuration ماشي بس انا بشوف ان هي مش مشكلة كبيرة ان انت تدي الـ المبلمنت بتاع الـ configurations وتخليه يستخدم الي قدر يستخدمه منها هنا ما فيش مشكلة ماذا بعد ما عملنا factory احنا عايدين بقى نرجع لـ main وفاكر الـ start up دي عايدين بقى نبدأ نعرف فين الـ embedding model LLM وفين الـ generation LLM وباستخدام factory نعرفهم يعني عايدين نجي هنا ونقول له from stores LLM sorry مش provider stores LLM LLM provider factory وابدأ بقى ايه نستخدمه فانيجي نقول له هنا from stores LLM dot provide factory import مين بقى import LLM provider factory وانا واحنا نسينا هنا في LLM عشان نقدر نimport direct ان احنا برضو نعمل ملف ايه init فهنا المفترض يكون جنب ده sorry كده بهذا الشكل فكده لو رجعنا المين هنلاقيه ايه هنعرف الـ import عادي عشان بس النسبة لا اخبطشي انا عندي source stores LLM جوه بقى LLM في الـ provider اللي هو فيه الـ co here والنت بتاعته والكلام ده وابن ايه وجوه LLM بقى ايه جنب الـ providers في LLM و الـ interface و الـ provider factory عشان ايه شكلات اللي اخبطت شوية كده مولا باكرياتهم هنا في الايه في المين في الفيس كود طيب عودة انبهان عرفنا نعمل import كويس تعالى بقى نبدأ ايه نستخدمه اول حاجة خليني بعد ما عرفت الـ settings الـ settings هنا انا كل ده في الـ start up اوك خلينا اعرف instance من فاكتوري ده هي الفاكتوري ده بتاخد ايه بتاخد الـ settings بس في الـ int بتاعها طيب بعدين خلينا مثلا اكتب هنا لما عرف generation client فحقول app ضط احنا قلنا الـ app دي بخزن فيها global variables عشان كله يشوف فحقول app ضط generation client equal وتعالى هنا نادي على الـ instance ده قوله ضط create وفي ضط create ده حدي مين حدي ايه 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 فحقوله settings ضط generation ايه قوله هنا provider equal settings ضط generation backend طيب ويه بالنسبة للـ embedding client اقوله app ضط embedding client equal اتلي برضو factory dot create وقوله والله الـ provider بتاعك equal عبارة عن settings dot embedding back end مين اللي انا هتخدمه بـ cohere او open ai طب وانس ان انا ديت على فاكتوري .create المفترض فاكتوري .create دي بتوديني لفين بتديني ابني اي بروفايدر يا الكوهير اي بروفايدر وهي البروفايدر وسواء دي او دي الابني اي بروفايدر او الكوهير بروفايدر بيحتاجوا في الاول ان انا set generation model طبعا انا مستخدم مثلا في المين دوت باي ده embedding client فانا مهتم بس ان انا set the embedding model بتاعه والgeneration client مهتم بس ان انا set generation client بتاعه فهنا حاجة بقوله اب.generation client الو ده وانادي على مين وانادي على set generation model الset generation model بتاخد model ID طريق اي انا سوف equal settings . وانا يجي على settings بقى بتاعتنا واقول له .generationModelID بهذا الشكل طيب والapp.embedingClient اقول له app.embedingClient.set انا مهتم بس ان انا set the embedding model بياخد المodel ID equal mean equal settings . الا embedding model ID وكمان بياخد ال embedding size احنا قلنا هو برضو عبارة عن مين عن settings . ال embedding model size بهذا الشكل طيب كده اصبح عندنا factory صممنا في stores LM factory الم provider factory بمجرد مناداته ودي له انا عايز ايه هو هيكون مسؤول عن ان يجهز لي كل حاجة ماشي وبالتالي في المين قدرت استخدم نفس نوع ال class بتحسر حدد ان هو مين هيعمل generation يا جماعة مين هيعمل embedding ويه اتحكم حتى في ان انا ست الدنيا بشكل معتمد على ال configuration ممكن بعدين على فكرة في اي لحظة في ال runtime طالما معي generation client ممكن في اي لحظة اقول له set generation model وغير اسم الموضل خالص ويتغير تصرف بتاعه مش محتاج ان انا التزم دايما بالايه فلو بصيت كده في نهايتك الفيديو الطويل ده واحد نفسك في اخر الفيديو الطويل ده انت تعلمتك دمية حاجات يعني تبدأ تخليك تفهم البروجيكت الكبيرة ده language chain علامة index اللي هو استخدمني ومجرد تديني اسم ال provider انا هعمل لك كل حاجة وانت بفت اختارت هتروح فين وبسيب الباقي علي والكلام ده تفهمت ازاي دولة تشتغل بل عندك الجرأة دلوقتي انك تنفذ الكلام ده بنفسك ويصبح عندك كود انت واصق انه قادر يعيش لابعد فترة كود قادر بكرة الصبح لو قلتلك حنزقنا يا جماعة من opening eye مش عايدين نفتخدم cohere يلا نستخدم حاجة ده خالص في القبل كده قبل ما تبدأ تفهم يعنيها design patterns وتبدأ تستخدمها لطلحك موضوع ده ده معناه انك تروح تحذف كود وتكتب كود جديد لكن بالنسبة لك دلوقتي هو مجرد انك تعمل class للتفك بتاعتك وتروح تغير حتة configurations done الكود القديم لسه موجود configuration هتتغير بالسولة والدنيا هتمشي فالساعتين اللي انت قضيتهم معايا ان شاء الله ان شاء الله ان هما يكونوا قدروا يخلوك تتعدى مرحلة الكود اللي عبارة عن بتكتب كل حاجة فوق بعضيها لمرحلة الحاجات اللي مفصولة عن بعضيها وقادر انك تسويتش ما بينهم تحول ما بين ده وده بمنتهى السهولة في اخر دقيقتين في الفيديو الناس كانت تكلمت على انه app.in event بيطلع لهم رسالة message كده بتقول لهم والله يا جماعة لايه الon event is a class is deprecated هي بالفعل deprecated بتلازل شغالة بس اكيد يعني مع اصدارات جديدة في الفاستي بي اي هيقول لهم ان هي ايه ان انا بطلت استخدمي طيب ازاي بقى احل المشكلة دي حل المشكلة دي ابسط ما يمكن ببساطة شديدة جدا انت محتاج تعمل function اوكي ولا حنسميها مثلا شايف الفنكشن دي همشي تاكي حتى تعمل function asynchronous definition start up client انا هشيل الدكوريتور اللي فوقها ده هاحذف كذلك برضو الon event shutdown انا هاحذف الايه الدكوريتور ده كل بس اللي هحتاجه ان انا قبل معرفة include router دول اللي انت شايفهم دول حاجة هنا واقول له app.rauter.lifespan on start up on start up ده ده نظام جيف life span on start up او life span اللي هو on shutdown ده بقى دلوقتي بقاش function بينفزها بقى list كل list فيها function يعني انت ممكن تحط اكتر من start up procedure يعني حتى هتلاقي ان انت بتعمل ايه بتقول له dot append طب append ايه append ال function دي بس طيب وبالنسبة لل shutdown client نفس الفكرة هتقول له app.rauter.lifespan on shutdown dot append وضف لي الفانكشن دي بس بهذا الشكل كده مجرد بس شلت الدكرياتور دي لكونه فوق وعوضت عنهم بان انا ضفتهم في life span دي بقت لايه تصليح فكرة الدبريكيشن بتاع ال on event اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون الدرس ده برغم انه دسم شوية ولكن ان يكون صحح كتير جدا من المفاهم عندك وورك ازاي بنبني الحاجة one by one انا اعتقد ان شاء الله ان انت لو بقى روحت تبني الكلام ده بنفسك طبعا مش هياخد الساعتين دول كلهم مش هياخد مجرد مثلا دقائق ربع ساعة ولا حاجة وتكون قدرت تبني الفاكتوري والكلام ده بمنتهى سهولة باذن الله اشوفكم ان شاء الله في درس جديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته